بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الاول من كتاب الاسلام والمستشرقون من تأليف الدكتور عبد الجليل شلبي نهد الاسلام نجدر بنا قبل ان نتحدث عن نبي الاسلام وعن رسالته الملمة انمامة عاجلة باليطن الذي ولد فيه ومنهم بعث صوت الاسلام فهذه الانمامة ترين الى اي مدى كانت هذه البقعة صالحة لمثل هذه التعاليم الاسلامية وانى اي مدى تأثرت او كانت عربة للتأثر بالافكار المجاورة لها وقد وقعت الجزيرة العربية بين اقدم واعرق حضارتين عرفهما التاريخ وهما الحضارة المصرية القديمة وحضارة الرافدين في العراق وقد اتصل المصريون بارض باب وتركوا هناك اثارا حضارية كما امتدى الغزو الاشوري الى مصر ولكن لم تتوغى الاي من الدولتين في داخل الجزيرة العربية ولكي نحدد بالدقة مناطق الجزيرة التي كانت مفتوحة للغزو الاجنبي والاخرى التي كانت مغنقة نقسم الجزيرة الى اقسام ثلاثة هلف القسم الجنوبي وهو اليمن دا القسم الشمالي ويشمل صحراء الشام والبلاد الشمالية حتى فلسطين جين القسم الاوسط وهو نجد وهو الجزء الواقع بين الطرفين السابقين وكل الطرفين الجنوبي والشمالي كان من السهل ان يتصل بالحضارات التي كانت قريبة من واكثر ما اطلق الكتاب القدامى كلمة العرب كانوا يريدون بها سكان هذه الجهات اتصلت اليمن بالحبشة وبالعراق وبالهن وبشمال الجزيرة الذي كان يقع على الطريق الذي يربط بين سوريا وما يراءها من بلاد الهلال الخصيد وهو اقدم طريق عرفهم فاتحون والتجار اما القسم الاوسط فكان من الصعب ان تنتهي اليه لمعات من الحضارات والثقافات التي ازدهرت على جانبيه سواء في سقل الفرات او على بفاف الميل وكان الفاتحون يتحاشونه نظرا من اخطار والمخايف التي تحف به وايضا لكلة ما به من المغريات التي تدعو الى غزوه ومشهد امر الحملة اليمانية التي اخطعت طريقها الى اليمن سنة 24 قبل الميلاد وما لاقته في وسط الجزيرة من متاعب وخسائر وقد وصف مؤرخها استرابون ما لا لها من نشقات وخسائر ثم رجعت عن طريق البحر الاحمر فاستغرقت عودتها حالين تقريبا وهذا التقسيم لا يختلف كثيرا عن تقسيم الكتاب الكلاسيكيين من الرومان والاغريق فقد قسموا بلاد العرب الى اقسام ثلاثة ايضا اولها بلاد العرب السعيدة وهي بلاد اليمن وهي سعيدة لخصوبة ارضها ووفرة خيراتها وقد استهرت بها حضارات المعينيين والصدائيين وظلت تنعم بثراء وحضارة حتى تهدن سد مأرب وتفرق اليمنيون في انحاء الجزيرة وكان منهم الغساميون في الشمال والمناثرة في الشرق والأوس والخزرج في الوسط لجوار يثد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وثاني اقسامهم هو بلاد العرب الصحرائية وهذه عندهم كانت تشمل سيناء وبلاد النبط التي تقع شرق وجنوب فلسطين وشرق الأردن وكانت عاصمتها مدينة البترة وهم في هذا القسم قد توسعوا قليلا عن القسم الثاني الذي ذكرناه اما ثالث هذه الاقسام فهو بلاد العرب الصحرائية ولم تحدد هذه البلاد تحديدا واضحة ولكن يبدو انهم اغضوا عن وسط الجزيرة الذي يسمى نجدا ولعل ذلك لقلة معلوماتهم عنه او عدم اهميته في نظرهم او لعدم اتصالهم به ولم يكن العرب في هذه الاطراف منعزلين عن جيرانهم وجاء في كتب المؤرخين القدامة ان المصريين عرفوهم منذ الاسرة الاولى ان كان لهم اتصال بسكان سيناء كذلك عرف السونريون والاكاديون هذه البلاد منذ اربعة الاف عام قبل الميلاد ولكن هذا ما يعني اما سكان سوريا وسيناء وما كان قريبا منهم من بلاد العرب الصخرية والصحرائية وكلمة عرب كلمة سامية تعني اعراض وذدو والسعملة الكلمة في العهد القديم في غير موضى وعرب نجد لم يكونوا في عزلة تامة عن جيرانهم ايضا ولكن صلتهم بجيرانهم سواء كانوا في الجنود او في الشمال او في الشرق كانت صلة محدودة لا تؤهدهم بالاستفادة من ثقافتهم وحضارتهم ولهذا ظلت هذه البقعة في تأخر حضاري بينما كانت في اطراف الجزيرة حضارات مزدهرة مراقية ولو ان هؤلاء اتصلوا بهذه الحضارة متغيرت حياتهم وبدأ عليها شيء من الرقي غير ان بيئتهم الصحراوية قضت عليهم بهذا التخلف وقبيل الدافة النبوية قامت في وسط الجزيرة نهضة محلية اكسبت المدن الكبيرة وعلى الاخص مكة لونا من الحضارة وكان اهل مكة من قبل باستقرار ولكن كانت نهضتهم تقوم على تهذيب اللغة والتهدي الى قوانين اجتماعية ارقى مما كان العرب عليه من قبل مثل القباءة السرقات والنهب وتأمين قوافل التجارة وتقسمت قرنش فيما بينها وضائف خدمة الحجاج وعمارة المسجد الحرام ودفع الديات والمغارم ثم انشأوا حلفا سموه حلف الفدون تعاهدوا فيه على نصرة كل مظلم بمكة وكف الاقويا ان يبغوا على المستطعفين وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحلف في صداه وقال ما احب انني به حمر النعم ولو بعيت اليه في الاسلام لا اجبت حاشية ينظر السيرة وفيه ان الوليد ابن عطة ابن ابي سفيان حين كان واليا على المدينة من قبل انه معاوية ظلم الحسين ابن علي رضي الله عنه حقا فقال له الحسين لتنصفني او لاخذن سيفي ثم لأقومن في المسجد فادعي لحلف الفضول فقال عبدالله ابن سبير وانا احبث لان دعا به لاخذن سيفي حتى يأخذ حقه او نموت جميعا فذلغت اخرين فقالوا مثله فخاف الوليد وانصفه انتهت الحاشية فصل الديانات السائدة قبل الاسلام الوثنية كانت الوثنية اكثر الديانات تفشيا في جزيرة العرب خصوصا اواسطها التي كانت تخلو من اي عبادة اخرى وكان لدى كل قبيلة صنم تابده وتخضع له وتستشيره في شؤونها الهامة فلا تقدم على حرب او تتهيأ لسفر حتى تستشير الهها فتجير ازلامها امامه فاذا لن يرضى عما يريدون من الاعمال تركوه وكانوا يستحبون الاصنام معهم في اسفارهم وكانت الكعبة مليئة بالاصنام في داخلها ويقوم عدد منها حولها وكان صنم قريش المفضل هو هبل وكان مصنوعا من العقيق على صورة انسان وكان بداخل الكعبة ويأتيه الحجاج من الاماكن البعيدة وقد كسرت احدى ذراعيه فصنعت له قريش اخرى من الذهب ويقال ان عمرت من حي وكان يعاصر العماليك شاسو فخرج اليهم من ارض البلقاء فوجدهم يعبدون الاسلام وقالوا له نستنطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا واعطوه هبل هذا فقدم به الى مكة وامر الناس بعبادته وتعظيمه حاشية وقيل اول عبادة الاوثان انهم كانوا يحملون معهم في سفرهم حجارة من الحرم فاذا نزلوا نصب الحجر وطافه به ثم عبدوا الحجارة الاخرى انتهت الحاشية وعندما فتح المسلمين مكة حطم الاسلام بما فيها هبل وكان مرسوما على جدار الكعبة من داخلها سورة ابراهيم الخليل وبيبه ازلام يستقسم بها فمحيت ايضا وكان وثن ثقيف هو الناد ويبدو انه انثى الله وكان على سورة انثى وكانت ثقيف تزينها بالذهب والحلي الكثيرة وعندما قدم وفد ثقيف على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة طلبوا منه ان يعفيهم من كسر اصنامهم بايديهم وكانت لهم اصنام اخرى اقل من اللات شاءنا ويظن انهم كانوا يخشون ثورة السفهاء منهم او كانوا لا يزالون يخشون بطش آلهتهم حتى بعد قبول الاسلام وقد استجاب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعفاهم وارسل من يكسر اصنامهم ولكنهم طلبوا ان يبقي على الناد ثلاث سنين فلم يقبل ثم ارسل ابن سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة بهد من الناد فكسرت وجردت من زينتها وكانت من الذهب والجزع الجزع الخرز اليمني ومن اوثانهم الشهيرة العزة انثى الاعز وكانت بنخلة بين الطائف ومكة وكان يقوم على رئاوتها بن شيبان وهكذا كانت الاسلام الكبيرة مخشية معظمة وكان لقريش بجانب الكعبة وبداخلها طواغيت تحج اليها وتقدم لها الهدايا وتطوف حولها ولكنها كانت ترى الكعبة اعلى منها مكانة لانها من بناء ابراهيم ابو الانبياء وكانت بيتا محجوجا من العرب جميعا هذه الوثنية التي ناصبها الاسلام العداء اكثر من عشرين عاما حتى قضى عليها تريد الى اي مدى كانت العقلية العربية متخلفة واي مجهود بذله الاسلام بامارتها وترقيتها وكان القوم مع عبادتهم هذه الاوثان وتعظيمها يرونها وسائط بينهم وبين الله وقالوا ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا وكانت هناك اوثان اخرى كثيرة جدة خصص لها ابن الكلبي كتيبا سناه الاسلام ولم يستعدها جميعا وهذا يبين مدى فشو هذه العدادة الوثنية بين هؤلاء الاقوام وبينما عرف شمال الجزيرة وجنوبها اديانا اخرى من اليهودية والمسيحية والوثنية ظن هؤلاء على وثنيتهم حتى ظهور الاسلام ديانة اليهودية تسملت اليهودية الى الجزيرة العربية في ظروف غامضة ويبدو انه بعد ان حطم تيبس الهيكل سنة سبعين من ميلاد وشتت اليهود من فلسطين انتقل بعض منهم الى الجزيرة العربية وقد حطم الهيكل قبل ذلك مرتين بأيج الرومان ولكن تيبس كان قد اقسم ان لا يبطي بفلسطين يهوديا ولهذا شتتهم فانساحوا في بلاد عديدة والجزيرة اقرب البلاد اليهم وقد عاشوا في جنوب الجزيرة واعتغنق ديانتهم اليهودية عرب من الجنوب فلما ظهرت المسيحية قام بين الديانتين عباء مرير وكان دونيوس اخر ملوك الحميري من ذي التعصب الشديد ضد المسيحية وانيه تنسب مذبحة تاريخية في نجران ويقال انه احرق المسيحيين وانه هو الذي وردت الاشارة اليه في الاية الرابعة وما بعدها من سورة البروج وفيها يقول تعالى قتل اصحاب الاخدود الناريات اليقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وقد اوقع ابرهة بهذه الطاغية في سنة خمس وعشرين وخمسمائة اهل الميلاد فالقى بنفسه في البحر وربما نزح بعض اليهود الى الشمال بعد انتصار المسيحية وعندما تهدن سد مأرب وتفرق اليمنيون في انحاء الجزيرة وجدوا اليهود قد سبقوهم الى الواحات الخسبة في يثب وخيبر وغيرهما وانتقلوا بعد ظهور الاسلام الى تينا وفدك وكان حول المدينة منهم بن النظير ودن قريضة ودن قيمقاء وكان تأثيرهم في الشمال محدودا لان الديانة اليهودية ديانة امة معينة وليست ديانة مبشرة وكان اليهود يتعالين على الوثميين ولم يكن يعنيهم ان يعلموا مبادئ دينهم وكان لهم نشاط تجاري واشتغلوا بصناعات كان العرب يحتقرونها كالسباغة والحدادة وصنع الاسلحة وكان لهم مزارع وبساتين ايضا ولم تكن سنتهم بالعرب سنة حسنة وكانوا يخبرون العرب ان نبيا سيظهر يحطن اصنامهم ويدعو لعبادة الاله الواحد الخالق واليهود يؤمنون بالمخلص الميعود ومنهم مما يزال يترقب ظهوره الى الان وقد اذكوا في يثرب نار الخلاف والفرقة بين الاوس والخزرج والسفادون من حروبهم الطويلة ولكنهم هيئوا اذهنهم لقبول دعوة التوحيد مما جعلهم يدعون محمدا صلى الله عليه وسلم للهجرة اليهم اذ كان اليهود يتحدثون عن ظهور نبي من العرب يدعو للتوحيد وبعد زوال من لك الدايود وهدم الهيكل اشتد ايمانهم به وترقبهم له ديانة المصرانية تسربت المصرانية الى جزيرة العربية من الشمال ومن الجنوب جميعا ولكن لم يتحدها ان تتوغل في داخل الجزيرة تسربت من الشمال عن طريق فلسطين ولكن لم تكن هناك حركة منظمة تدفعها الى باطل الجزيرة وكان تجار مكة في طريقهم الى سوريا بتجارتهم يمرون باديورة الرغبان على تخوم الصحراء ولكن لم يعنيهم درس المسيحية من تعقيد وما بين فرطها من اختلافات في ذات المسيح وذلك لا يسهل فهمه على العقل السادج فهي فلسفة لا يقوى على هضمها الكثيرون وقد انتدى الاسلام الى الهند وما وراء الهند وفي جزر المحيط الهندي والمحيط الهادي بسبب العلاقات التجارية لانه دين سهل بسيط وتخلى سكان هذه البلاد عن دياناتهم ومنها المسيحية ولم تستطع المسيحية ان تجد لها مكانا في اذهان التجار العرب وثاني الامرين الذين حالا دون امتباد المسيحية في جزيرة العرب ان التجار الذين كانوا يرحلون الى الشمال كانوا من مكة ومن قراج وكان دخول اي دين جديد يهدد مكانتهم الاجتماعية ولهذا اثر وثنيتهم اما من الجنوب فقد وفدت من الحبشة وايضا من سوريا وكان وفودها من الجنوب حركة منظمة ادت اليها دوافع سياسية من اثر التسابق بين الفرس والرمان على هذه المنطقة ووصلت اول ارسالية الرمانية سنة ست وخمسين وثلاثمائة للميلاد ومنذ سنة خمسمائة للميلاد صارت مدينة نجران مركزا للمسيحية وكانت تتبع المذهب المنفسفي القائم بالطبيعة الواحدة وفي سنة خمس وعشرين وخمسمائة للميلاد دخلها الاحباش وظلوا بها نحو خمسين عاما فانشأوا لهم كاتدرائية كبيرة في صنعا وكان من نشاطهم انهم ارادوا تنصير الجزيرة العربية كلها وارادوا صرف العرب عن الاتجاه الى الكعبة في مكة وان يتجهوا بدلا من ذلك الى صنعا ورأوا ان ذلك لا يتم الا بهدم الكعبة التي بمكة وعد ابرها بهدمها حنة استخدم فيها الفيلة بدلا من الاذن والخيل وقد قص الله القصة في سورة من سور القرآن هي سورة الفيل وكانت بداية هذا الغزو ان احد الاذواء اليمنيين استطاع ان يفلت من دين ياس وكان نيره قد ثقل على اعناق اليمنيين فانتجع الى جستين الاول وكان قد اعلن نفسه حاميا المسيحية اذاك وعز عليه ان تضام المسيحية من جهة ووجد في هذا الالتجاء وسيلة لغزو اليمن السعيد من جهة اخرى فكتب الى امبراطير الحبشة وكانت مسيحية رومانية فارسل سبعين الف محارب تحت قيادة ارياض فانتصر على ذي نواس ثم تولى ابراه القيادة فقضى عليه نهائيا وبموته انتهى حكم الحميريين وانتهى عقد استقلال اليمن وابراه هو الذي انشأ الكنيسة التي ذكرنا وسماها العرب القنيس من الكلمة اليونانية بمعنى كنيسة ولم ينتهي عهد الاحباش الا سنة خمسمة سبعين وخمسمة اهل الميلاد وكانت المسيحية قبل ان تصل الى الجزيرة قد انقسمت وتعددت فرقها واخترفت قرارات مجامعها وبينما كان الغسانيون في الشمال مستيري وكان المناظرة في الحيرة يعاقدة وكانت كل فرقة تضارب الاخرى وهذا مما جعل المسيحية معقبة امام العرب السذجي في اليمن وكان التبشير المسيحي على عكس اليهودية نشيطا فكان القصص في الجنوب يغشون الاسواق يعلمون المسيحية ويدعون لها ولكنها لم تستطع النفاذ الى وسط الجزيرة وكان في الطائف بعض النصارى تسربت النصرانية اليهم من العراق وكان امية بن ابي الصلت الشاعر نصرانية وجاء في شعره ذكر الجنة والنار وقصص الانبياء وكان يتوقع ان يكون هو نبي العرب المنتظر ولما ارد شعره على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امن شعره وكفر قلبه وضع هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى المدينة قدم وفتم من نصارى نجران لمناظرته وقد دعاهم الى المباهلة واستنزال النعمة على الكاذب منهم ولكنهم نكسوا وانصرفوا ولم يباهدوه وجاء ذكر هذا الحادث في سورة آل عمران من هذا نرى ان تأثيرا نصرانية في داخل الجزيرة كان ضيقا محدودا وانها وجدت في الجنوب لاسباب سياسية لم تكن تدعو الى غزو نجد ثم ان فشل حملة ابرها حدا من هذا الغليم والعمل على تنصير السكان في الوسط ديانات اخرى كانت هناك ديانات اخرى اقل اهمية من الديانات التي ذكرنا وقد جاء ذكرها في القرآن الكريم من ذلك المجوسية وهي عبابة الكواكب وجاء في القرآن لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجد لله الذي خلقهن والمجوسية كانت شائعة في فارس ومن المجوس عباد النار وكان سلمان الفارسي في صداه مجوسيا وكان هناك الصادقة ومن يقولون ان الملائكة بنات الله ومن يعبدون الجن وقد جاءنا القرآن هؤلاء جميعا وابطل مزاعمهم جاء فيه قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والنجوس والذين أشركوا إن الله يفسر بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وجاء قوله تعالى وين يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت يليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنين الحنفاء كان هناك أفراد ألف من عبادة الأسلام ولم يعتمق اليهودية ولا النصرانية وإنما كانوا حنفاء على دين إبراهيم عليه السلام وكانت عقيدتهم تقوم على الإيمان بالله وعبادتهم هي التأمن في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء ومن هؤلاء ورقة ابن نوفا الزهري وهو ابن عم السيدة خديجة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي ذهبت إليه خديجة برسول الله حين جاءه الوحي أول مرة فقال إنه الناموس الذي أنزله الله على موسى وعلى إيسى وبشر محمدا صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة كما أخبره أن قومه سيعادونه ويخرجونه وقال له ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي وهناك مصادر تدل على أن ورقة كان نصرانية ولا منافات بين هذا وبين تحنفه فهو تعلم النصرانية ولكنه تحمف وأورد بن هشان نبأه هو وعبيد الله بن جحش وعثمان بن حويرث وزيد بن عمر بن نفين إذ اجتمعوا سرا فقال بعضهم لبعض تعلموا يا الله ما قومكم على شيء لقد أخطأوا دين أبيه الإبراهيم ما حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يضر ولا ينفع يا قوم التنسوا لأنفسكم دينا فإنكم الله ما أنتم على شيء فتفرقوا في البلدان يلتنسون الحنيفية دين إبراهيم وكان زيد بن عمر بن نفين يقول لقريش ما أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيري وقد منعه الخطاب بن نفين عمه من الهجرة ومنعه أيضا من دخول مكة وعقامه بحراء زمنا خوفا أن يفتن شباب قريش ولكنه تمكن أخيرا من الخروج لما يريد فبلغ برحلته الموصل ودخل الشام يسأل عن الحنيفية دين إبراهيم ثم قتل في بلاد نخم وهو عائد إلى مكة وقد أخبره بعض الرهبان أن النبي السامي المترقب سيكون من العرب وأنه أظن أوانه وكان يستقبل الكعبة ويقول نبيك حقا حقا تعبدا ورقا عذت بما عاذ به إبراهيم وكان يسجد على راحته ويقول اللهم إني لو أعلم أي نجوه أحب إليك عبدتك به ولكني لا أعلمه وحديث هؤلاء الحنفاء يدل على الحيرة التي انتابت بعض المستميرين إزاء دينهم ومدى أنفتهم من عبادة أوثى كما يري من وجهة أخرى مدى حرص القراشيين على الإبقاء على أصنامهم وأنهم حتى قبل الدعثة النبوية لم يكونوا يسمحون لظهور أفكار دينية تخالف ما هم عليه لهذا لم تنتشر تعاليم اليهودية وديانتها في مجد وعلى الأخص في مكة وما حولها وكذلك لم تجد المسيحية لها مجالا وأبقى القوم على وثنيتهم في حرص بالغ ولم يسمحوا بأي ديانة أخرى أن تعيش بينهم انتهى الوجه الأول لمحات من حياة نبي الإسلام ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم سنة 71 وخمسمائة للميلاد وهو عام الفيل الذي قاد فيه أبرهة جيشا لغزو مكة وهدم الكعبة وقد مات أبوه وهو في بطن أمه واسمه المشهور هو محمد ويقال إن أمه كانت سنته باسم قريب منه أو لعلها سنته بأكثر من اسم وجاء في القرآن الكريم تسميته باسم محمد وباسم أحمد وميتت أبوه وهو في السادسة من عمره فكفله جده عبد المطلب ولكنه مات بعد عامين من كفالته إذ كان محمد في سن الثامنة فانتقلت كفالته إلى عمه أبي طالب والد الإمام علي الذي تنتسب إليه فرقة كبيرة من المسلمين وكان أبو طالب كثيرا أولاد ولهذا عندما أصبح محمد بعمال وله بيت ساعد عمه بضمه علي هذا إليه ولما شب محمد وترعرع عرف بسنات جعلت له مكانة مرهوقة بين أهل مكة جميعا وأبرز هذه السنات الصدق والعفة والأمانة ورجاحة العقل وحسن التصرف في الأمور وقد أطلق عليه المكيون اسم الأنون وهو اسم يضل على مبالغته في الأمانة وتفوقه فيها على الآخرين واشتغل في صداه برعي مغنى أجيرا لأصحابها وذهب إلى الشام مرتين مرة وهو صدي في كنف عنه تشبث به وهو يتهيأ للسفر في تجارة فرقله أمه وصحبه معه على حداثة سنه وقال لا أخرجن به ولا يفارقني أبدا ومرة أخرى وهو رجل في سن الرابعة ومشرين استأجرته خديجة ليشرف على تجارة لها وكانت أمانته في هذه الرحلة مما رغبها في الزواج منه وكانت الرحلة إلى سوريا تستغرق شهرا في الذهاب وشهرا في العودة تزوجنا السيدة خديجة من تخويلد من برن زهرة وهو في الخامسة والعشرين من عمره وكانت هي في نحو أربعين من عمرها كانت أرمالات تزوجت مرتين قبله وكانت ذات ثراء وعقل جعل الكثيرين يرغبون في الزواج منها ولكنها آثرت محمدا على قلة ناله لما فيه من صفات عقلية وخلقية كان يحبها ولم يتزوج عرها وهي حية وظل يذكرها ويثني عليها نشأ محمد صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة ولا الكتابة وهذا أمر لا شك فيه ولا غرابة فالأمية كانت فاشية في مكة والذين يعرفون القراءة والكتابة كانوا قلة النظرة أتيحت لهم ظروف خاصة جعلتهم يظفرون بهذه الميزة وهو لم يجلس إلى معلم ولا كان بمكة معلمون ولا دور تعليم ولا كان لديه من الرخائر ملي ما يعينه على السفر للتعلم وقد تشكك الفريد جون في أمية محمد صلى الله عليه وسلم وقال إنه كان تاجرا ونابد للتاجر أن يقيد حساباته وهو استنتاج لن يبنى على حجه إذ كان هناك تجار كثيرين لا يعرفون القراءة والكتابة ولم يكن بمكة دعاة لليهودية ولا للمسيحية ولا عرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه تعبد على أي من هاتين الديانتين ولكنه كان يتعبد على دين إبراهيم وكانت إبادته هي التأمل وحدد إليه الخلاء والانفرعد واختار لوحدته غارا في جبل قريب من مكة هو غار حرى وكان يتزيد لذلك ويمكث في هذه الغار ليالي ذوات عدد وفي هذا الغار جاءه الوحي أول ما جاءه والوحي هو الملك جبريل عليه السلام وأول ما نزل عليه جاء في صورة إنسان تضمه إليه وقال له اقرأ وارتاع النبي وأخذ بهذا المنظر المفاجئ وأجاد ما أنا بقارئ أي لست أعرف القراءة وبعد أن كرواها جبريل ثلاثا قرأ عليهم آيات الأولى من سورة اقرأ وهي قومه تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولم يكلف في بداية الأمر لتبليغ الناس الرسالة ولا ألقيت عليه تعليمات ولما أمر بتبليغ الدعوة ودعا قومه أن يتركوا عبادة الأوثان ويعبدوا الله وحده أخذتهم الدهشة بهذا الدعاء إنهم يعرفون محمدا بالأمانة والصدق وليس لمثله أن يكذب على الناس أو يكذب على الله لكنهم كانوا قد ألفوا عبادة الأوثان ولها في نفوسهم مكانة ليس من السهل أن تتزعزع ولا من الهين عليهم أن يهجروها وقام مجد قريش على رعاية الكعبة مقر أصنانهم وهم لن يتطلعوا إلى دين غير الوثنية ولا طمع دعاة الأديان الأخرى في استمالتهم بهذا كان لابد أن يقوم عداء بينهم وبين صاحب الدين الجديد كانت هذه الدعوة غريبة على عقولهم وخلّن إليهم أن محمدا يريد أن يكون ملكا أو يجمع بنفسه مالا بهذا عرضت قريش أن تجمع له مالا ولما ذهب إلى رؤساء القبائل يدعوهم للإسلام اشترط بعضهم أن يكون لهم الأمر من بعده لهذا استجاب لمحمد اضعاف الناس الذين وام طامعا لهم وحاربه الأقوى خوفا على سلطانهم ثم إن الإسلام دعا إلى تفكير المتفيزيقي والقوم ألفوا أن يعتمدوا على حواسهم وكانت مناوأة القريش له أهم ما صد الناس عنه كانوا ذوي القوة وألف الناس أن ينقادوا لهم في شؤون الدين وكانوا حماة الكعبة وهي قبلة العرب ومباراتهم في عباداتهم وكان القراشيون يتلقون الوافدين إلى مكة فيصدونهم عن الذهاب إلى محمد وردما دفعوا لهم الأموال كما فعلوا مع الأعشاء الشاعر إذ أعطوهم مئة من الإبن ويردوه وكان النبي يأتي القبائل في موسم الحج فيعرض عليهم الإسلام ويقرأ أمامهم القرآن فكان أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم يتقفاه ليصب الناس عنه حتى كان يضربه بالحجارة وكان النظر بن الحارث يتبعه أيضا فيجلس المجالس التي جلسها ويأتي إلى القبائل التي جاء محمد إليها فيحدث الناس بأخبار فرز ويقول إن محمد يخبر أخبار السادقين وأنا أخبركم بمثلها وبلغ من نشاطه في صد الناس عن الإسلام أن أحضر جاريتين غنيتين لتجتذب الشباب بجنالهنا وحسن غنائهنا فإذا اجتمعوا حدثهم عن محمد وحرضهم عليه وينهاهم عنه وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهوى الحديث ليضل عن سبيل الله بأيران ويتخذها هزواء وبعد ثلاثة عشر عاما لن يدخل خلالها الإسلام إلا الضعاف ونفر قليل من أشرف قريش استطاع محمد أن يفلت من نكة وأن يستقر في المدينة فانتشرت دعوته وأقبل الناس يدخلون في دين الله أفواجا وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عشرة أعوام من هجرته انتشر خلالها الدين وأذعنت له قريش وحطمت الأسلام وبان الناس بدون الإسلام وأرسل صلى الله عليه وسلم رسوله ورسائله إلى رؤساء القبائل حتى لقد أرسل إلى كل من كسرى وقيصر يدعوهما للدخول في دين الإسلام وكانت كتابته إلى كسرى وقيصر بل إلى أتباعهما من العرب منا يعد جراءة وتهورا حتى لقد أراد المنظر الغسامي أن يقوم بحملة حربية لتأديده وبعد بضعة أعوام دخلت سوريا والعراق في الإسلام وبعد أقل من ربع قرن كان للمسلمين مساجد في جزر بحر أبعض وفي أفريقيا وبلاد فارس وقبل أن ينقضي قرن كامل كان للمسلمين مساجد في أوروبا وكانت مساجد المسلمون مدارس لتعليم الدين الإسلامي وفي القرن الثاني الهجري ترجم تراثد وينان والفرس إلى اللغة العربية وامتزج بالتعاليم الإسلامية وتكين من هذا النزيج نوع من الثقافة يعرف بالفكر الإسلامي وكان هذا الفكر ذا تأثير فعال في نهضة أوروبا الحديثة كان القرآن هو عماد فكر الإسلامي وأساسه وكان انتشاره بكل هذه السرعة من الأحداث النادرة في تاريخ البشرية وأعزل من انتشاره وأعجب تأثيره الفعال في نفوس أتباعه كيف حدث هذا كله؟ وهل كان محمد يعرف فلسفات القدامة ودرس الديانات؟ لقد رأينا أنه مشأ أميا وأن بيئته لم تكن مهد ثقافة ولا نسرع أحداث سياسية ولا دخلتها ديانات غير الوثنية نحن المسلمين نؤمن كل الإيمان ولدينا أدلتنا الكافية أن القرآن كتاب الله نزل به الروح الأمين جبرين على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا النبي الكريم متهما في أمانته حتى يقلب على الله والقرآن بين أيدينا كتاب معجز تحدى الناس أن يأتوا بكلام مثله فلم يستطيعوا ونازال التحدي قائما وقد رسم القرآن للمسلمين حدود الحياة الناجحة السمينة وبها تيسر لهم النجاح وبها قدموا للبشرية ما أسعدها حقا وسناب إنسانيتها أما منكروا الإسلام ففيما رأينا أنهم كونوا عقيدة عن الإسلام قبل أن يدرسوه فلما قرأوه كان اتجاههم أن يحوروه لولائم ما اعتقدوا وكان الأولى أن يدرسوه على حيدة ونزاهة فيؤمنوا به إن رأوه حقا أن يبينوا باطله إن رأوه باطلا وكل البحوث المستشرقين التي قرأناها ينقصها هذا العنصر كما ينقصهم فوق هذا أن يفهموا اللغة العربية كي يفهموا القرآن ولنستعرق جانبا من آرائهم شبهات المستشرقين لا رأيب أن نتهجم المستشرقين على الإسلام واتهاماتهم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت بالأمس ولكن الإسلام لا يزال يواجه عداء مريرا مرجعه في الأمس واليوم عدم فهم البغة العربية والقصور عن إدراك ما في التعبير القرآني من مجازات ثم إن الباحث الغربي اعتقد أولا بكلان الإسلام وعدم صحة الدعوة المحمدية لهذا يبحث ليجد ما يدرر معتقده فهو ليس باحث عن الحقيقة ولكنه باحث عن شيء آمن به من قبل وهذا فرق ما بين الباحث المسلم والباحث الغربي فنحن المسلمين نؤمن بنيوسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء وحين نتحدث عن اليهودية أو المسيحية نحمد في قلوبنا احتراما لدعاتها وأنبيائها وفي كثير من المواقف نجد الكاتب المسلم أرفق بالمسيحية من المسيحيين وأبر باليهودية من كتاب اليهود ونرجع قليلا إلى الوراء لنرى كيف بدأت دراسة المستشرقين من القرآن وحياة نبي الإسلام والرسالة التي جاء بها بدأت هذه الدراسة من وقت مبكر وفي العصر الوسيق نفسه فقد كان دخول المسلمين أسبانيا وجنوب إيطاليا والسطلية مما نبه الأذهان نحو هذه الدعوة ونبيهها والكتاب الذي جاء به والعلاقة بين الطرفين على أي حال علاقة عداء لا تسمح بوجود روح طيبة للدحن وكتابة العصر الوسيق تتسم بجهن فاضح يجعلها مضحكة لا تقرأ إلا للوفاء بحق التاريخ ومعرفة نمو الأفكار وتدرج البحث فاسم محمد لم يكن معرفا تماما من كتاب لا تيمنيين ولهذا كتبوه بعدة رسوم وظن بعضهم أن هناك سنما يعدد بهذا الاسم وخلال الحريب الصليبية كانت الافتراءات على الإسلام سلاحا من أسلحة الدعاية ضد المسلمين وترجم القرآن ترجمة ناقصة شديدة التحريف لأن المترجم لم يستطع فهم النص القرآني وظلت صعوبة البغة العربية حائلا دون فهم الإسلام وتقدير الإعجاز القرآني حتى إن الكاتب الإنجليزي كاربون يقول عن القرآن إنه كلام وكيك ثقيل على النفس لولا ما يحتمه الواجب العلمي على الدارس الأوروبي مستع صبرا على كراءته فإذا كان القرآن وهو المعجزة التي تحدى بها محمد العرب يبدو في نظره سقيما متهافتا فكيف يقال إنه يفهم العربية أو يأخذ برأيه في شيء يستخلصه من نصوصها وكاربون يعتبر في نظر الكثيرين مسالما للإسلام لأنه ندح النبي محمدا صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا بأنه قضى على عبادة الأبطال ولأنه جار الإسلام في إنكار التثليث في المسيحية وغيرها وقد رد عبارة كارلين بعض الكتاب المحدثين منهم آردري في مقدمة ترجمته القرآنية ومنهم جب في كتابه المحمدية ولكن حتى هذين من يجيد فهم النصوص القرآنية ويقف المستشرقون المعاصرين عند نصوص معينة من القرآن يتخذون من فهمهم الخاطئ بها دليلا على أن محمدا استقى تعاليمه من الكتابيين وليس فيها دليل على ما يريدون من ذلك الآية الكريمة يا أخت هارين ما كان أبوك رأسوء وما كانت أمك بغية قال المستشرق الإنجليزي ألفريد جيم وتابعه آخرين إن محمدا كان دارسا مبتبئا من الكتاب المقدس فظل أن مريم أم عيسى عليه السلام هي مريم أخت هارون مع أن بين عيسى وهارون زمنا طويلة ومن العجيب أن يتناقل الفكرة آخرون ويتمسكوا بها وكلمة أخت في اللغة العربية لا تعني فقط الأخوة في النسب وإنما تعني مع ذلك الشبيهة والمماثل فيقال هذا الشاعر أخ للآخر شوقي مثلا أخ لشكسبير أو للمتنبي أو دانتي أخ للمعري والغرض أن كل منهما يشبه الآخر وليس المعنى أن أبوي هذا هما أبواء آخر وقد كانت مريم أم المسيح معروفة بورعها وتقواها وهي الأنثة الوحيدة التي تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسن فكانت بن سبنة بيت المقدس وكانت تشبه بهارون في ورعها وتقواها فلما حملت بيسى عليه السلام وهي لا زوج لها ظلوها ارتكبت فاحشة واستعجبوا لحدوث ذلك منها وهي ضارة تقية فقالوا لها كيف تفعلين هذا مع أنك شبيهة لهارون في عبادته وطهارته فالآية لا تشير بوجه ما إلى أن محمدا قال إنها أخت موسى وهارون وليس فيها ما يوحي أنه درس الكتاب المقدس أو اطلع عليه وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفد وجران حين جاءوا مناظرونه إن عيسى أخي ومحمد يعرف أنه لا أخ له وهو لم يرى عيسى بل بينهما ما يقرب من ست مئة عام ولكنها أخوة في النبوة والرسالة والأنبياء جميعا على تفاوة الأزمنة بينهم أخوة لأن رسالتهم واحدة وهي الدعوة إلى عبادة الله ويقف الكثيرين عند آية أخرى لا يفترق أمرها عن الآية السابقة وهي قوله فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد فهموا منها أن محمدا أمر أن يسأل أهل الكتاب وإذن فهو قد سألهم وإذن فرسالته مستوحاة منهم هذا ما درجوا عليه وقد ورطهم عدم فقه اللغة العربية في أمور الأول أن الخطاب يوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد به المسلمون وهو أسلوب من أساليب اللغة العربية كما في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فالنبي متق لله ولم يطع الكافرين ولا المنافقين ولكن الخطاب موجه إلى أمته وكما في قوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين وهو كان معرضا دائما عن المشركين وفي اللغة العربية يوجه الخطاب لكل ما يمكن مخاطبته وهو في صيغته خطاب لشخص واحد كما في قوله تعالى ولو ترى إذ يقفوا على النار وقوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت والعرب تقول إذا عز أخوك فهم وهو خطاب لا يختص بأحد ثانيا أن السؤال لا يعني الاستفهام وإنما يعني التأمل والبحث ومن ذلك قوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولا يمكن أن يسأل محمد رسولا من الرسل الذين سبقوه كيف وبينه وبين آخر واحد منهم نحو ستة قرون والخطاب أيضا موجه إلى الأمة وليس لمحمد والمراد ابحثوا رسالات الأنبياء جميعا فستجدونها تدعون عبادة الله وحده ولا تسمح بعبادة آلهة من دونه ثالثا أن الجملة مشروطة بوجود الشك فإن كنت في شك ومحمد لم يكن في شك أبدا مما أنزل الله إليه وإذا فما دمى عليه هؤلاء نتائج خطيرة في طعم الإسلام أمر لا أساس له ومرده إلى ضعفهم في اللغة العربية وقد يذهب العلو في اتهام نبي الإسلام مذهبا لا يحتمله عقل فقد ذهب بعض المستشرقين وجاراهم الدكتور فليب حتي إلى أن محمدا استقى معلوماته من مصادر كثيرة منها صاحباه صهيب الرومي وسلمان الفارسي وزوجه مارية القبطية التي سماها حتي حظية ونحن ندرك أنهم لا يؤمنون بما يقولون وإنما هو كلام يجارون به هواهم أو يجارون به الأوساط التي تستريح لهذا الكلام والدكتور حتي في كتابه تاريخ العرب المختصر أثنى على القرآن ثماء بالغة وقال إنه يأخذ بقلوب سامعه لما فيه من قوة التركيب وحسن اختيار الألفاظ وتآلف النغم وإنه تركيب عجيب ثم يعود في كتاب آخر فيقول إنه مستقل من غير العرب هذا وصهيب الرومي عربي من دن النمر بن تولب سبته الروم قفلا وداعته ونشأ بمكة ويقال إنه عتيق عبد الله بن جدعان فماذا عسى أن تكون ثقافة قفل أو صبي حتى يستفيد منه محمد وهو لم يذهب إلى بلاد الروم ولم تكن الدينة في زمطية دينة توثر العلم حتى يفيض على الصبيان ويقال إن سؤحيبا هذا نشأ بالعراق أما سلمان فقد اتصل بالمسلمين بعد الهجرة ورحلته كانت بحثا عن الحقيقة وهي معروفة واتصل بالنبي بعد أن أعلن دعوته بأكثر من خمسة عشر عاما أما ماريا فقد أهداها له المقوقز حين أخذ رسول الله لرسل كتبه ورسله إلى الملوك والحكام يدعوهم للإسلام فهي كانت رقيقا ساذجا لا ثقافة لها وقد كانت أختها سيرين عند حسان بن ثابت ولم يظهر عليها ثقافة ولا أفادته علما ولم تكن أي منهما مثقفة وكان ينبغي أن يطهر هؤلاء أقلامهم من مثل هذا الهراء ويسر هذان الكاتبان على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن أميا بل كان قارئا كاتبا والحجة في هذا أنه كان تاجرا والتاجر لا بد أن يراجع حساباته ويضبطها ولا يتأتى ذلك لأمه ولا يستطيع الشخص أن يصادم حقائق التاريخ بكل هذه السهولة فلم ترد أي بلالة تاريخية على أن محمدا كان يقرأ شيئا أو يكتبه وكان في عصره عشرات من التجار لا يقرؤون ولا يكتبون وهم من ذوي الثراء والملكية المنوعة ونحن الآن وبعد أربعة عشر قرنا من نزول القرآن الكريم نجد بيننا تجارا كبارا أميين وقد وصف القرآن النبي بالأمية فقال الذين يتبعون الرسول النبي الأمي وقال وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا مرتاب المبطلون انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثاني من الكتاب وحين تجمعت قريش لغزوة أحد أرسل العباس بن عبد المطلب كتابا سريا يخبر به رسول الله بهذا التجمع فدفع النبي الخطاب إلى أبي فلما قرأه وعلم النبي بهذا الخطر الذي سيواجه المسلمين استكتم أبي ما قرأ ولو كان هو يحسن القراءة لأبقى على هذا السر ونحتاج أن يستكتم من قرأه وحين كتب الثقيف شروط إسلامها للنبي أجازت فيها الربا والزنا فلما قرأ الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي قارئ وهو يقرأ كلمة الربا ضع يدي عليها فوضع يده فمحاها وتلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ولما بلغ كلمة الزنا قال ضع يدي عليها فمحاها أيضا وقرأ ولا تقرب الزنا وأمية الرسول أمر متواتر لا يحتمل تشكيكا ولا يحتاج إلى بحث من جديد وهي مما يؤكد أن القرآن كله وحي من الله وأن النبي محمدا لم يكن يملك وسيلة التعلم وهي القراءة والنظر فيما ترك الأولون أما هؤلاء الذين أشاروا إليهم من أصحابه من غير العرب فقد جاءوا محمدا يتعلمون منه ويتبعونه ولو كان لديهم ما ليس لديه من العلم ما هان عليهم أن يصغروا أمامه ويتخذوه إماما لهم كيف وهم أساتذته وهو التلميذ الذي يستفيد ولم يعرف عن واحد منهم أنه كان مبرزا في جانب فكري أو كان ذا ثقافة أو علم جديد والشيء الوحيد الذي تعلموه من سلمان هو حفر الخندق حول المدينة والعرب لم يكونوا يعرفونه ولم يكتم أحد مشورة سلمان ولدعاها محمد لنفسه ولو كان لسلمان علم وفقه لعرف عنه ولم احتاج إلى هذه الرحلة الطويلة التي طافها حتى استقر بجوار محمد والقرآن لا يكفي أن يؤلفه شخص يقرأ ويكتب فهو موسوعة علمية تلم بجوانب فكرية كثيرة وبه آيات تشير إلى مستكشفات علمية حديثة ونظريات ثابتة لم يعرف هل علماء إلا حديثا فلو أن عددا من العلماء تظافر على تأليفه لأعوز ذلك إلى ثقافات واسعة وزمن متطاول للدرس والتأليف ولهذا نحن المسلمين نؤمن بيقين وبرهان أنه كلام الله وقد وقد عقد المستشرق منتج عمر وات فصلا في آخر الكتاب محمد بعنوان هل كان محمد النبي وانتهى فيه إلى أن محمدا كان شديد الإخلاص لدعوته شديد الثقة في نفسه فكان إذا حدثت حادثة في حياته أو اعتقد أن شيئا ما صالح إن فعلت نفسه بما حدث واعتقد فيصوغه في كلام قرآني ثم يعتقد هو نفسه أن هذا كلام الله أوحي إليه فيقدمه للناس على أنه كلام الله هذه هي الفكرة التي قام عليها هذا الفصل وقد أجملت أخطاء المستشرقين في أمرين هما أيضا أساس ما هنا إنهم لا يؤمنون بمحمد ويبحثون عما يبرر عقيدتهم وإنهم لا يفهمون العربية ولو أن الكاتب كان يحسن فهم العربية لأدرك أن هناك فرقا واسعا بين أسلوب القرآن وأسلوب محمد فالأحاديث النبوية تشترك مع القرآن في موضوعاته إذ هي مادة تفسيرية توضح غوامضه وتفصل مجمنة وكما قال محمد صلى الله عليه وسلم أنا إني أوتيت القرآن ومثله معه وتوجد أحاديث نبوية تشترك مع القرآن في قصصه وتشريعه ويدرك كل قارئ يفهم العربية ما بين الأسلوبين من فرق بعيد فلو كان هذا القرآن انعكاسا من فعالات محمد لما يحدث في حياته أو يجري في خياله من أفكار لكان أسلوبه هو أسلوبا أحاديث ثم إنه لا يمكن أن يصدر عن كاتب واحد أسلوبان يتباينان هذا التباين البعيد عدم إيمان العرب به وهل تكذيب العرب دعوة محمد يعني بطلانها تلك مسألة أقام لها ألفريد جيوم الدنيا وأقعدها يقول إن المثل لا كرامة لنبي في وطنه لا ينطبق على أحد مثل ما ينطبق على محمد ويتخذ من تكذيب قريش دليلا على بطلان دعوته وهو كلام خطأ في السلاله واستنتاجه جميعا لقد كذب بني إسرائيل موسى تكذيبا عملية وهو قائدهم ومخلصهم من نير فرعون نهاهم عن عبادة الأجل فعبدوه حين تغيب عنهم وقال لهم اعبدوا الله رب هذا الكون فقالوا أرنا إياه لم نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وأمرهم أن يتركوا العمل يوم السبت فتركوا العبادة وذهبوا للصيد ولقي عيسى من تكذيب قومه اليهود ما جعله يتركهم ويوجه الدعوة لغيرهم ثم بلغ من تكذيبهم ومعارضتهم له أن قدموه للمحاكمة وطلبوا سلبه أفيدل ذلك عيضة على أن المسيح كان من الكاذبين على أن الذين حاربوا المسيح لم يكونوا أميين ولا من السدج البسطاء ولكن كانوا الصفوة من علماء بني إسرائيل كانت الرئاسة الدينية بيد حنانيا وقيافة من الصدوقيين وناصبه العداء بجانبهن رؤساء الشيوخ والكتبة والفريس سيبن والآسيين وإذ قال بلاطس إنه بار وغسل يديه علامة التبرؤ من دمه أصرهم على صلبه وحين طلب أن يعفيه قالوا سامح برباس واصل بالمسيح وقد كذب هؤلاء قبل ذلك زكريا عليه السلام وقتلوه وكذبوا يحيا وتمنوا الخلاص منه فلما قتل ظلما سكتوا وما كان هيرود لينجو من فعلته لولا رضا أعلام اليهود عما فعل فكان هذا مما أسكت العامة فلما يؤمن الجيون بالمسيح بعد كل هذا ويكذب محمدا ولماذا يرى أن محمدا هو الذي لم يكن له كرامة في وطنه وكما قال ورقة بن أوفل لم يأتي أحد بمثل ما أتى به محمد إلا عودي وهل يقوم مصلح عظيم بقلب نظام الحياة في قومه وتغيير نظمها وقوانينها ثم لا يعاديه هؤلاء الذين غير حياتهم ومكانتهم الاجتماعية ثم إن محمدا لم يحارب من قومه العرب بل حورب من قومه القراشيين فكان موقفه أشبه بموقف المسيح الذي حاربه بنو إسرائيل وآمن به من عداهم وقد حاولت قريش وهي المسيطرة على البيت وشؤون الحج أن تحول بين الدعوة الإسلامية والوصول إلى قبائل العرب الأخرى فكانت تتصدى من القبائل تحذرها من السماع إلى محمد كما قدمنا ذلك وكان عمه أبو لهب يطارده ويرنيه بالحجارة حتى لا يقابل الناس فلما فتح المسلمون مكة وحطموا الأصنان قدمت الوفود تترى رغبة في الإسلام حتى اضطر النبي أن يرجع حجه كي يقابل كل هؤلاء الناس وهم جاءوا من أطراف الجزيرة ومن أقاصيها كما جاءوا من الجهاد التي حول مكة والمدينة مما يدل على أنهم كانوا يصبون إلى الإسلام لولا ما يخشونه من بأس قريش ومحمد كان رغم كراهة قريش له ذا كرامة فيهم وتجلة لما عرف به منسان الأخلاق وشريف الخصال وكيف يكون غير كريم من يعرف باسم الأمين وكيف يكون غير كريم من يختار من بين القوم للفصل في مشكلات الأمور لهذا يبدو الجيوم غير موفق في افتراضه كما هو غير موفق في استنتاجه هل انتشر الإسلام بالسيف هذه مسألة أخرى يثيرها كثير من المتحاملين على الإسلام واستعراض الدعوة الإسلامية من بدايتها يهدي إلى الفصل في هذا الاتهام رأينا رأينا آنفا كيف ظل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببكة ثلاثة عشر عاما يشرح لقومه فكرة التوحيد وعجوب الإيمان بإله واحد وكيف وقف له صناديد قريش بالمرصاد يحولون بين الناس وبين اتباعه وقد لقي الضعاف الذين اتبعوه من المهانة والذلة والتعذيب ما لا يحتمله إلا الذين ملأ الإيمان قلوبهم وكان العرب يأتون إلى مكة من ماء الأمكنة ليقابلوا محمدا فتتلقاهم قريش لتصدهم عن مقابلته وفهم شيء عن الرسالة التي جاء بها وهاجر هؤلاء الأتباع مرتين إلى الحبشة فرارا من العذاب الذي يصبه عليهم القراشيون ثم هاجر محمد نفسه إلى المدينة فكان المدينة أسلم يفرون بليل ليلحقوا به ويتركون ديارهم ومالهم وكانت قريش تساوم من تدركه منهم كما فعلت مع صهيب الرومي وأصبح المسلمون بالمدينة فقراء لا يملكون مالا ولا مأوى وهذا مضطرهم إلى مصادرة قافلة قريش العائدة من سوريا يوم بدر وحين أفلتت القافلة لم يكن ثم مبرر لنشوب الحرب لكن قريشا أصرت على حرب المسلمين لتقضي عليهم فباءت بالهزيمة ثم كانت غزوة أحد ثأرا من القرشيين لهزيمتهم يوم بدر ونجد بعد هذا خيانة وغدرا للمسلمين كالذي حدث يوم الرجيع ويوم بئر معونه حاشية في كلا اليومين وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة تظاهروا بالإسلام وطلبوا أن يرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم من يعلمهم الإسلام فلما كانوا بالطريق غدروا بهم فقتلوا من قتلوا وباعوا بمكة بعضا منهم وقد تآمر بن نظير من اليهود على قتل محمد نفسه ثم حزب أبو سفيان قبائل العرب كلها ليهجموا على المدينة هجوما قاطية ولكن المسلمين اهتدوا إلى حفر خندق حول المدينة اتقاء شر أعدائهم ونجوا منهم انتهت الحاشية إذ كانت قريش تتحرش بالمسلمين وتحرض عليهم واليهود الذين حالفوا المسلمين يخونونهم ويعاونون أعداءهم عليهم كل هذا والمسلمون صادرون يودون الراحة من الحرب فإذا الحرب تلاحقهم بين حين وحين وشعار المسلمين دائما هو ولا يجرمن لكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى وحين دخل المسلمون مكة وهم ذوي شوكة ولهم قوة وكثرة لم يقتلوا أعداءهم أو ينتقموا منهم بل سامحهم النبي وعثى عنهم بعد كل الذي أساءوا إليه به ومكدت العرب في أنحاء الجزيرة تسمع أن محمد انتصر على خصومه وفتح مكة حتى هرعت وفودهم إلى النبي تعلن إسلامها حتى سمي العام التاسع للهجرة عام الوفود لم تبقى قبيلة في الجزيرة إلا قدم منها وفد يعلن إسلامه وهذا يدل على أنهم كانوا قبل يريدون الدخول في الإسلام وقريش تصدهم عنه ولم يكن ثم من يضطر هؤلاء جميعا للوفود على رسول الله ولمن شاء يوازن بين هذا وبين المذابح العنيفة التي قام بها أباطرة الرومان بدءا من الإمبراطور قسطنطين ليجبروا شعوبهم على الدخول في المسيحية بعد أن قبلتها الدولة دينا رسميا لها أما اليهودية فتاريخها حافل بالمذابح والحروب العنيفة لا لتهود الناس بل لتجليهم عن أراضيهم وتستولي على ممتلكاتهم فهم يرون أنفسهم شعب الله المختار قال تعالى قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وبهذا استباحوا دماء الشعوب الأخرى واعتبروهم أتباعا لهم أما الإسلام فهو دين الناس عام والناس كلهم فيه سواء وبهذا نجد الإسلام قد سلم من وصمة التعصب كما سلم من وصمة الإكراه وقد التفت أرنولد أرثر إلى حادث تاريخي بقيمة في تاريخ الإسلام وهو أن المسلم لم يخسر شيئا بخروج العرب من الأندلس لأن المسلمين من قبل كانوا قد ثبتوا أقدامهم فيما وراء السند وكانت جموع آسيوية تزيد على سكان إسبانيا قد دخلت الإسلام وهؤلاء لم يغزوا العرب بلادهم ولكنهم أقبلوا تلقائيا على الإسلام ويذكر المؤرخون أن رعايا الرومان في مصر نهدوا للعرب فتحها وقدموا لهم المساعدات في حربهم كما يذكرون أن سكان العرب تنفس الصعداء عندما أجل العرب الفرس عن بلادهم بالإسلام بطبيعته دين سمح سهل فهم يستهو النفوس ويحبه من يفهمه ويستطيع أن يطخر نفسه من التعصب وينشد الحق للحق التسامح الإسلامي كان المسلمون يخيرون الكتابيين من اليهود والنصارى بين أن يدخلوا الإسلام أو يظلوا على دينهم ويدفعوا الجزية وإذا قبلوا دفع الجزية ألزم المسلمون بحمايتهم وتركوا لهم الحرية في إقامة شعائرهم الدينية وفي السنة التاسعة من الهجرة وهي عام يفوت قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد من بني تغلب وكان من بينهم وثنيون أعلنوا إسلامهم وكان بينهم مسيحيون ظلوا على مسيحيتهم ومع انتشار الإسلام وتقدمه ظلت هذه القبيلة وبينها عدد كبير من المسيحيين ولما جاء عمر بن الخطاب حذر من الضغط عليهم بأية وسيلة وأمر أن تكون لهم الحرية التامة في ممارسة شائرهم الدينية ولكنه اشترط عليهم أيضا أن لا يحول بين أي فرد منهم وبين الإسلام إذا رغب أن يكون مسلما وأن من أسلم منهم فأطفاله مسلمون لا يعمدون أي أنه اشترط أن تكون حرية الدين مقفولة من الجانبين وقد أنفت هذه القبيلة الكبيرة أن تدفع الجزية مقابل حمايتها فالتمست أن تدفع الزكاة بدلا من الجزية ونظرا لما جرى عليه المسلمون منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسلوا معلمين إلى القبائل أرسل أبو بكر إلى العراق معلمين وذلك حرصا على الإسلام كي تظل له عقيدته وشعائره سليمة من التحريف وعين عمر موظفين لتعليم القرآن والتفقيه في الدين وطلب أن يراعى حؤدور المسلمين صغارا وكبارا صلاة الجمعة وصلاة الجماعة فكان في ذلك مزيد من الترغيب والجاذبية إلى الدخول في الإسلام ولا ريب أن المسيحيين بهذا التعامل تمتعوا بحرية لم يذفروا بها منذ قرون طويلة وبقاء المسيحيين في العالم الإسلامي طوال هذه القرون حتى الوقت الحاضر دليل واضح على هذه الحرية وأكثر من هذا أن المسيحيين يولون وضائف كبيرة وكان معاوية قد توسع في إلحاق المسيحيين بخدمته وكذلك عبد الملك ابن مروان حتى المعتصم العباسي كان في بلاطه أخوان مسيحيان أحدهما في منصب كمنصب الوزير إذ كان يوقع الوثائق الملكية حتى تأخذ صبغتها الرسمية والآخر كان لديه خاتم الخليفة ويراعي مالية الدولة وكان حبيبا للخليفة ويوم أن مات أبدأ عليه حزنا شديدا وطلب إحضار جثمانه إلى قصره حيث أقيمت له الطقوس المسيحية عليه وكان مؤدب عبد العزيز بن مروان عالما مسيحيا من الرهى يدعى أتناس فلما عين واليا على مصر صحبه أستاذه وجمع بها ثروة طائلة حتى كان الذهب والفدة عنده كالحصا وكثر بناء الكنائس الجديدة فضلا عن المحافظة على الكنائس التي كانت سابقة للفتح الإسلامي وقد نهضت بالقاهرة والمدن الأخرى بمصر كنائس شتى ومع أن بلدة حلوان تلك الضاحية الجميلة التي كانت مقر حكم عبد العزيز إبن مروان مما أسسه المسلمون سمح للمسيحيين أن يبنوا بها كنائس لهم وأكثر من هذا أننا نجد خالد بن عبد الله القسري والي العراقين في عهد هشام يبني كنيسة لأمه تتعبد فيها وكانت نصرانية كما بنى بطريق أنطاكية العقوبي المذهب كنائس في أنطاكية في أنطاكية وما حولها ولم يعارضه المسلمون ولكن عارضه المسيحيون الذين قبلوا قرارات مجمعهم هذا التسامح ينفي أن يكون هناك أي ضغط على المسيحيين الذين أقبلوا على الإسلام إقبالا من قطع النظير في الديانات الأخرى ولا شك أن ما كانت الكنيسة الشرقية قد منيت به من التبهر الروحي والخلقي وما واجه المسيحيين من انتسامات مذهبية عديدة وما كان يحيط هذه المذاهب من غميط كل ذلك دفع بهم إلى الالتجاء إلى الإسلام ولنشاء يوازن بين هذا التسامح الإسلامي والحرية الواسعة التي تمتع بها المسلمون في ظن الإسلام وبين الاضطهابات العديدة القاسية التي واجهها المسيحيون على أيدي جستنيان وهرقل والمذابح الرهيبة التي ذهبت بآلاف الأرواح منهم عقوبة لإيثارهم مذهبا نسيحيا على آخر حتى لقد ذبح جستنيان خمسة وثلاثين ألف شخص وعاقب هرقل بالإحراط بالنار والإغراق في نهر النيل والتعذيب الجسبي وهكذا وجد المسيحيون في الإسلام متنفسا ورحمة لم يكونوا يحلمون بها وقد يطول الحديث في هذا الموضوع ولكننا إزاء هذه التهمة من بعض الغربيين نذكر أن من المستشرقين الكبار من أمثال كتيامي تايلور وسير توماس أرنولد وغيرهم يقررون سماحة الإسلام وهناك آيات قرآنية كثيرة تنص على الدعوة للإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة ولم يجد الإسلام من المسيحية شيئا من التسامع فغدا تخروج المسلمين من الأندلس قام الإمبراطور فردناندو وزوجته الإمبراطور إيزابيلا بحملة وحشية لإكراه المسلمين الموريسيكو على التنصر ومن الإساليب التي اتخذت لذلك إحراق كتب الإسلامية فأحرقت في غرناطة أكداس من الكتب ثم أنشئت محاكم تفتيش تعاقب بالظنة حتى لقد أصدر قريب الثاني قرارا بهدم الحمامات الأسبانية لأنها أثر من آثار الكفر ثم أصدر فليب الثالث أمره النهائي بطرد المسلمين من بلاده ذلك أنه لوحظ أن كثيرا منهم لا يزال يبقي على ديانته سرا ويؤدي شعائر الإسلام في الخطأ ويقال أن نحو نصف مليون من المسلمين أرغموا على مفارقة ديارهم ولقد رثى لهم لينبول بل رثى للأندلس وأوروبا بوجه عام لما تردت فيه من ظلام وتأخر بعد غروب الشمس الإسلامية عنها ولعل في هذا ما يكفي ردا على الذين يتهمون الإسلام بالقسوة وإكراه المسيحيين على الدخول فيه أخطاء تجلت وهناك أشياء كثيرة اتخذها الباحثون الغربيون أمورا مسلمة درجوا عليها زمنا طويلة ثم تكشفت الحقيقة فتبين بعد كل هذا الزمن أنهم كانوا مخطئين من ذلك قصة الطوفان التي جاءت في القرآن وجاءت في سفر التكوين قال غير واحد من الباحثين إن كثرة الفيضانات التي كانت تحدث من نهر دجلة والفرات هي التي أوحت بهذه القصة ونقلها الإسرائيليون عن البابليين في عهد السبي البابلي وكتابة الترمود ثم دلت الكشفات الحديثة أنها موجودة في الديانة الصينية قبل أن ينزح السامريون إلى أرض الرافدين وقد جاءت القصة في القرآن الكريم تختلف اختلافا كثيرا عما هو في التوراة وكان سياقها مع كثرة ترددها يهدف إلى غرض القصة القرآنية من العظة والزجر عن عصيان ما جاء به الرسول وإذا وإذا فلا نجال الاتهان محمد أنه نقلها عن اليهود كما أنها لم تنشأ مبدئيا في بابل بسبب فيضانات الرافدين ومن ذلك قصة صلب المسيح عليه السلام وغسله خطيئة آدم بدمه وهي فكرة أساسية في الديانة المسيحية ولكن القرآن نفاها نفيا باتا صريحا فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم ولم يكن لدى النبي محمد إذاك أي مستند مادي يؤكد هذا النفيا غير أنه أوحي إليه ولكن الحفريات التي كانت تجري في وادي القمران كشفت عن بعض لفائف بها ما ينفي صلو المسيح ويؤكد أن الذي صلب شخص آخر ثم ذكر المستيش رقسال في ترجمته القرآنية أن بين الفرق المسيحية من ينفون صلب المسيح ومن ذلك الرجفة التي أخذت قوم صالح وهم قبيلة ثمود والصيحة التي أخذت قوم عاد فقد أثبتت الكشوفات الحديثة أن هذه الأماكن تعرضت في مثل هذه التواريخ لرجات أرضية من تتابع الزلازل وثوران البراكين وعصف الرياح وذلك مصداق لما جاء في القرآن الكريم انتهى الوجه الأول مناقشة جولد سهر أرنست جولد سهر من كبار المستشريقين وقد حضر إلى مصر وسنع محاضرات في الجامع الأزهر وله كتب قيمة عن الإسلام ما أظنه في واحد منها تخلى عن نزعته اليهودية أو السطاع يزيل من وعه أن الإسلام من وضع محمد صلى الله عليه وسلم أو أن محمدا كانت الميذا لليهود وقد ترجنت مؤلفات سهر إلى عدد من اللغات الأوروبية وغير الأوروبية وهو نفسه أنف بالفرنسية كما أنف بالألمانية وحاضر في الجامعات شتى مما أتاح لكتابته انتشارا فآثرنا مناقشته على حدة وهو كعيره من المستشرقين ينقصه حذق اللغة العربية وهذا ما جعله وجعلهم يفسرون كثيرا من نصوص القرآن على غير وجهها لعجزهم عن فهم معانيها الحقيقية ثم له أغراض سيئة ضد الإسلام وأورد هنا بعضا من أخطائه ومنها ما جاء في تاريخ البشرية الإسلام والتجديد قال إن الإسلام يكره التجديد وكل بدعة في نظر الجماعة الإسلامية هي موضع للشك والشبهة وظهورها مدعاة للأسى إذ أنها تهدد وحدة الجماعة وتؤدي إلى انهيار الشريعة ولم يبين مكان البدعة أو الفقرة المستحدثة أهي في الدين أم في العلوم والأفكار أما في الدين وفي المعاملات المبنية على قواعد دينية فهذا أمر طبيعي لأن الإسلام لو اعتنق كل فكرة مستحدثة لا تكرها قواعده وأسسه ما بقي منه شيء ولا كان ثمة إسلام كان الربا فاشيا في الجاهلية فحرمه الإسلام وفي العصور الحديثة نشط التعامل بالربا وقامت عليه بنوك ومؤسسات ولو قبلها الإسلام ما استحق أن يسمى إسلاما بل كان أولى أن يسمى ردة إذ هذا التعامل هو ما منعه وقضى عليه وشه في حضارة الأوروبية اتخاذ الخليلات وقل أن تجد فتاة لا ربا لا رفيقة لها أو فتا لا رفيقة له وقد جاء في القرآن الكريم فانكحوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فهل يبيح علماء المسلمين لشعوبهم عادة لها الإسلام عنها إنهم إن فعلوا ذلك خرجوا عن الإسلام وقل مثل هذا وقل مثل هذا في مظاهر التبرج بالزينة والرقص خصوصا المزدوج فتى وفتاة وعري النساء في الحمامات المختلطة والشواطئ المشتركة وما إلى هذه العادات فكل ذلك يحرمه الإسلام ولا ريب أما المبتكرات في المعارف ومستكشفات العلوم فهذه يشجعها الإسلام ويدعو لها فالإسلام يدعو إلى التفكير وإعمال العقل وفي القرآن الكريم قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فانشوا في مناكبها وقوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وقوله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وهكذا آيات وأحاديث توضح أن الإنسان سيد المخلوقات الأخرى بما منحه الله تعالى من قدرة على التفكير والبحث ومن وقت مبكر في التاريخ الإسلامي بدأ المسلمين يضعون علومهم ويقاعدون قواعدها وكل نظر في تاريخ العرب يجد أن الإسلام وثب بهم وثبا ونقلهم فجأة إلى حياة مليئة بالجدة وأنهم نبذوا تقاليد وعادات ومظاهر اجتماعية قديمة وما كانوا ليعقلوا شيئا من ذلك لو تأخر ظهور الإسلام وقد تقبل المسلمون كثيرا من مظاهر الحياة الفارسية والرومانية وكان معاوية يتصف في دمشق بأبهة وجلال حتى وهو وال من قبل عمر بن الخطاب الخليفة الورع المتقشف ومن الجديد الذي استفاده العرب درس الفلسفة والرياضيات والطب والكيميا وقد درعوا فيها وأضافوا إليها فلما نقلوها إلى الأوروبيين كانت قد تطورت وامتدت امتدادا واسعا عما كانت عليه أيام اليونان والرومان فهم لم يكونوا مجرد نقله بل كانوا باحثين ومجددين والكاتب يصف المسلمين في الصفحة نفسها لأنهم انتحلوا من البلاد التي فتحوها نظما قضائية وإدارية وأن هذه النظم مستمدة من نظم شتى هي القانون الروماني والفارسي والتلمود وقانون الكنائس الشرقية فإذا صح هذا في نظره فليس هناك إذن جمود وتأخر ولا بأس على المسلمين في استعارة هذه النظم مدام القانون الإسلامي هو الأساس الذي يجرون عليه بهذا نرى أنه عجب من العجب أن يقول الكاتب وما من أحد كان يرغب في إسراع الخطى خشية أن يتهم بالزير والمروق فهذا كان يقتبع أن تظل حياة المسلمين على ما كانت عليه وهذا غير صحيح العمل على نشر الإسلام الذي يعرفه كل دارس للإسلام وتاريخه ويعرفه أيضا قلد السهير هو أن الفتوحات الإسلامية في جملتها كانت تهدف إلى نشر الإسلام والدعوة إليه كما أن الدعوة إليه وشرحه للناس من غير حروب ولا فتوحات كانت غربا ثانيا للمسلمين حقا إن الإسلام لم يكره الكتابيين على الدخول في الإسلام وعاملهم معاملة غير معاملة الوثنيين ولكن الوسلمين عناهم في المقام الأول نشر دينهم وتفهيمه للناس ولكن غلد السهير يتحدث عن العهد الأموي وهو عهد المظهر العربي والحكومة العربية فيقول كان العرب في هذا العهد من تاريخهم لا يبالون بنشر الإسلام بين رعاياهم بل كادوا يقاومون حركة هذا التحول إلى الدين الجديد ومع ذلك فإنهم تحت تأثير الثقافة الإسلامية بدأت أفكارهم تتجه نحو الفتح الرومي وأخذ الإسلام آنذاك ينتشر بخطوات حثيثة إلى الحد الذي أثار قلق الخلفاء فعملوا على تبطئ هذا التحول إلى الإسلام خشية أن تؤدي ذلك إلى إغراق العرب الخلص في هذا الخضن من الشعوب العجمية وهذا عجيب جدا ولا يبور الإسلام في شيء أن ينتشر تلقائيا على الرغم من أن حكام المسلمين كانوا يعملون على وقف نشره فهذا يدل على أنه دين سمح ذو مميزات تستهوي قلوب الناس ولكننا نعارض هذا القول لأنه هنا في الحقيقة فلا نعلم مرجعا تاريخيا ذكر أن حكام المسلمين فعلوا هذا فهم جميعا يعلمون أن الإسلام دين بشرية وأن النبي محمدا العربي الجنس لم يرسل للعرب وحدهم بل ارسل للناس جميعا وفي القرآن الكريم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وفيه وما أرسلناك إلا كافة للناس وفي عهد بني أمية وفي عهد الخلفاء كان يرسل لكل قطر قضاته ومعلمه وكان هناك الوعاض والقصاص يجلسون للناس في المساجد وعملهم تعليم وتبشير أما أنهم قاوموا حركة الدعوة فهذا أمر غريب لن يعلم به أحد ولا يوجد مرجع له وكان الفتح الإسلامي فتحا من الضمن يسير فيه القراء والقانونيون مع الجند الفاتحين ولا نعلم في التاريخ كله فتوحات كانت علمية وثقافية غير فتوحات الإسكندر المقدوني وفتوح الإسلام والثقافة التي بثها الإسكندر في الشرق تعتبر شيئا ضئيلا بجانب ما بثا مسلمون من فكر علمي ومبادئ أخلاقية وقوانين اجتماع ثم إن تعاليم الإسكندر ذهبت جميعا وبقيت قوانين الإسلام وقد ظل هذا الفكر يمتد ويقبل عليه الناس حتى إننا نجد قبائل البربر في شمال أفريقيا يستعصون على الرومان زمنا طويلة حتى إذا ما أشرق بينهم نور الإسلام اهتدت به قلوبهم وأخلصوا له ونجد منهم أول غزاة للأندلس مع القائد طارق بن زياد الذي كان أيضا من البربر كما كان طريف أول رائد لهذا الغزو من البربر أيضا وإذن فقد كانت دعوة الإسلام دعوة إيجابية فعالة ولم يقصر الخلفاء وما القادة في الدعوة إليه فهذه الفتوحات التي ذكرنا كانت في العهد الأموي الذي اتهم الكاتب خلفاءه بالتقصير فيها الشورى في الإسلام الشورى في الإسلام أمر أساسي لكل ما لم يرد فيه لص قرآني أو أثر نبوي وقد أمر الله النبي بالمشاورة إذ قال فاعف عنهم واسغفر لهم واشاورهم في الأمر وفي القرآن سورة تسمى سورة الشورى وفيها يثني الله على المؤمنين الخلص بأنهم استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وكان النبي يشاور أصحابه فيما لا نص فيه ويوم بدر أنزل المسلمين منزلا لم يربهوا بعض أصحابه فسألوه إن كان نزوله أمرا من الله أم رأيا من عنده فلما علموا أنه رأيه اقترحوا مكانا آخر فاستجاب لهم ثم نجده بعد المعركة يستشيرهم في شأن الأسرى وكان عمر بن الخطاب من مستشار أبي بكر وقد استأذن أسامة بن زيد أن يبقيه معه إذ خرج زيد غازية كما كان يستشير عبد الرحمن بن عوف وعثمان وعلي وفي الأمور الجامعة كانوا يدعون الصلاة جامعة فيحضر الناس جميعا إلى المسجد ثم تعرض المسائل على ملأ منهم وكانت الوفود تفد على الخليفة أو الحاكم فيعرفون ما لديه ثم يقول هناك تشاور في حل مشكلتهم حلا يتناسب مع العرف الإسلامي وما هو أنسب إلى القرآن ولم يكن اختلاف المسلمين وتشعب آرائهم في الخلافة إلا نتيجة الشورى والديمقراطية الواسعة في معالجة الأمور وظل الأمر كذلك حتى حين أفضت الخلافة إلى بني أمية وجعلوها ملكا عضوضا إذ ظل المسجد دارا للشورى وظلت الوفود على ما كانت عليه وفي عهد بني العباس ظهر نوع من الاستداد على يد الأتراك الذين تحكموا في الخلفاء أنفسهم وهذا شيء خارج عن نطاق الإسلام فالشورى مبدأ من مبادئ الإسلام لا يمكن إنكاره طبيعة الدعوة الإسلامية الإسلام دين التوحيد المطلق فالله سبحانه وتعالى خالق الكون كله وكل شيء في هذه الحياة خاضع لإرادته وقدرته وهو واحد في ذاته لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وهو أيضا ليس كمثله شيء بهذا يختلف الإسلام عن المسيحية اختلافا واضحا ويختلف عن اليهودية فالمسيحية تدين بالتثليث وتنسب لله تعالى أبناء وقد ناقشها القرآن كثيرا ولفى أن يكون لله أبناء وشركاء قل هو الله أحد الله الصند لم يولد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلى الله لفسدتها أما اليهودية فقد اعتبرت يهوه إله اليهود وحدهم فكانت بذلك أدناء إلى تعدد الآلهة لأن الأمم الأخرى لها آلهة غير يهوه وكلمة الإسلام تعني الخضوع المطلق لله سبحانه وتعالى وهي بهذا المعنى ديانة إبراهيم عليه السلام وديانة الأنبياء السابقين جميعا وفي القرآن ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فالإسلام هنا يعني الخضوع لله تعالى والانتياد لأوامره ودعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وحده ليست دعوة مستحدثة ولكنها كانت رسالة الأنبياء جميعا ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك وإذا فرسالة الأنبياء جميعا هي الدعوة للتوحيد وهذا الشعور بين المسلمين هو الذي يزيل عنهم نزعة التعصب ويجعلهم يعتبرون الكتابيين إخوة لهم وقد تختلف دعوات الأنبياء في قوانين التشريع من المعاملات والمواريث وغيرها ولكنها لا تختلف في دعوة التوحيد ومحمد صلى الله عليه وسلم ككل الأنبياء بشر تلقى وحيا من الله تعالى وهو صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وبرسالته انتهت رسالات السماء ورسالته عامة خالدة كان كل نبي قد أرسل لأمة معينة ولزمن محدود ولكن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة ورسالته باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ومن عقيدة الإسلام أن الناس يحيون بعد موتهم ويحاسبون يوم القيامة على كل عمل عمله في هذه الحياة الدنيا حتى ولو كان شيئا هينا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر نيره هذا مجمل العقيدة الإسلامية والإسلام عقيدة وعبادة وتشريع والعبادة من العبودية والاستسلام وهي تعني تعظيم الله تعالى وإجلاله كما تعني القضوع والانقياد له وكما في جميع الديانات قد توجد في العبادة أشياء لا نعرف لها سببا ولا علمة تشريع ولكن هذا معنى العبودية فلو كانت كل عبادة لها فائدتها الجسدية أو الاجتماعية أو المادية أي أن كانت ما كان هناك معنى للعبودية إذ يكون أداؤها لهذا الغرض المادي وكثيرا ما يترتب على العبادات فوائد مادية ولكنها ليست روح العبادة وإنما روحها طاعة الله والانقياد لأوامره ولعله لهذا السبب وجدت أشياء لا يدرك الناس لها أن يتعله فعلى سبيل المثال الوضوء طهارة ومن الحسن المقبول أن لا يقف الإنسان بين يدي ربه إلا وهو متطهر ولكن لماذا ينتقد وضوءه إذا خرجت بعض الغازات من بطنه لماذا تسد صلاته إذا زاد فيها ركعة لماذا لا يجوز الوضوء بصابون أو ماء معطر والمسلمون يحجون فيطوفون بالكعبة لأنها بيت الله ورمز لوحدة المسلمين ولكنهم يؤدون آمالا كثيرة تعبدية يرمون الجمرات ويقبلون الحجر الأسود وهم لا يعبدون الحجر ولا يعبدون الكعبة وإنما يعبدون رب الحجر ورب الكعبة وقد قال عمر وهو يستلم الحجر اللهم إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله يفعل ذلك ما فعلته وليس هذا خاصا بالدين الإسلامي ولكنه في جميع الديانات والعبادات في الإسلام هي الصلاة وهي خمس صلوات في اليوم والليلة معلومة الأوقات وإخراج نصيب من المال زكاة للفقراء أو لبيت المال ويختلف مقدار هذا النصيب باختلاف المال ونوعه ومقداره وصيام ربضان من كل عام وحج بيت الله الحرام مرة واحدة في عمر وبعد هذا القسم تأتي المعاملات وهي قوانين الحياة وطرق الاتصال بالناس أفرادا وجماعات وفي الإسلام شريعة شاملة لها قوانين مفصلة دقيقة من المواريث وشؤون الأسرة وقواعد التعامل من البيوع والإيجارات والشركات والمضاربات والمزارعة وأدب القضاء إلى غير ذلك من الشؤون ووضع الفقهاء لذلك أحكاما خاصة هي أولا الفرض وهو الواجب الذي لا بد أن يعمله الشخص وبتركه يستحق العقوبة ثانيا السنة وهي ما يفعله الشخص اقتداءا برسول الله ولا عقوبة عليه في تركه لها ثالثا المستحب وهو أقل درجة من السنة ويؤديه الشخص رغبة في زيادة أعماله الحسنة وتكفيرا عن صغائر ذنوبه رابعا الحرام ويقابل الفرض وهو ما يعاقب الشخص على عمله خامسا المكروه وهو ما ينبغي أن يتركه الشخص وعقوبة ارتكابه ليست محددة ولكنها أخف من عقوبة الحرام والعبادات كلها توقيفية لا يجوز للشخص أن يؤديها إلا حسب ما وردت عن رسول الله أما المعاملات فالأصل فيها الإباحة لا ينع منها إلا ما منعه الشرع والعمل الواحد قد يكون مباحا لشخص ومحرما على شخص آخر فهذه الأحكام ذات مرونة وهي تراعي مصالح الناس أما التشابه بين الإسلام والديانات الأخرى فلا يعني أنه نقل منها إلا عند من لا يؤمنون بالديانات وينكرون الوحياء ووجود الله القرآن القرآن هو كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم والكلمة في الأصل مصدر قرأة ثم أصبحت علما على هذا الكتاب وهو كلام الله تعالى أوحاه إلى نبيه بوساطة جبريل عليه السلام نزل هذا القرآن مفرقا حسب الحوادث وظلت آياته تتنزل على رسول الله طوال ثلاثة وعشرين عاما أوحيت أول آية من آياته وهو في سن الأربعين وظلت تتوال عليه حتى انتقل إلى جوار ربه وهو في الثالثة والستين والقرآن الذي نزل قبل هجرة النبي إلى المدينة يسمى المكي والذي نزل بعد الهجرة يسمى المدني سواء كان نزله بالمدينة أو بغير المدينة والمكي شديد التركيز على دعوة التوحيد نجادل المشركين ويحط من شأن آلهتهم ولكنه يعتمد على الحوار المنطقي ويدعو الخصومة إلى التفكير وإعمال العقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعو شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون وقال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب ومن أسليبه الشائعة أن يدعو إلى التأمر في ملكوت السماوات والأرض والتأمل فيما يطرأ على الكائنات من تغير وما تخضع له من نوانيس وهو بهذا يعتمد على الإقناع العقلي ولا يجنح إلى إثارة العواطف ومن ذلك قوله تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وقوله تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسنى وقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون وقوله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما وقوله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا وقوله تعالى أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون وينتقل من هذا التأمل إلى إنذار المشركين بما يسببه لهم عصيانهم من كوارث في الدنيا وعذاب في الآخرة ويستشهد على تهديده بما أصاب الأمم السابقة بسبب أصيانهم الرسل الذين دعوهم لعبادة الله وحده وكرر القرآن قصص الأنبياء السابقين وما أصاب أممهم وأسلوب المكي أسلوب قوي عنيف يختار العبارات الموحية والألفاظ القوية وعباراته التهديدية رهيبة مؤثرة أما أسلوبه القصصي ففيه مين في سرد الحوادث ولكن العبارات التي يعطب بها ذات رسانة وإيجاز وقوة واستلزمت هذه الدعوة أن يتناول القرآن آدهة المشركين من أصنام وكواكب وغيرها بالزراية والاستخفاف من مثل قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيته وإن أوهن البنوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ولكن دائما يوقض العقل للتفكير وينهى عن التقليد الأعمى والتمسك بما كان عليه السابقون من نظر فيه وكما جادل المشركين جادل ذو الديانات الأخرى من اليهود والنصارى والصابئة والمجوز أنكر على اليهود قولهم عزير ابن الله كما أنكر أن يكون المسيح ابن الله وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل ويدعو الصابئة والمجوز إلى ترك عبادة الكواكب وإلى عبادة الله خالق الكواكب وعير الكواكب قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحونه بالليل والنهار وهم لا يسأمون أما المدني فقد احتوى كل مسائل التشريع الإسلامي من العبادات والمعاملات وشؤون الأسرة كما نص على آداب اجتماعية كثيرة من حسن التخاطب والاسئذان عند الدخول واختيار أوقات السيارة والبر بالوالدين والإحسان إلى الضعاف واليتامى انتهى الشريط الثاني وللكتاب بقي على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الثالث من الكتاب وتعكس هذه التعاليم الاجتماعية ما كان عليه العرب من تأخر وبعد عمل مدنية قبل ظهور الإسلام كما تنبئ عما بالإسلام من فضل في إنهاب هؤلاء المتخلفين وهو وحده كاف في الدلالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو نفسه عربي نشع بين هؤلاء الذين علمهم وما كان تاريخه يؤهله لمثل هذا التشريع الواسع والأدب الرفيع وهو لم يخرج من بلده ليتعلم في جامعة أو يستقي مبادئ فلسفة وقوام مرطي وحضارة فمن أين ذلك التعليم أما دقاء القرآن الكريم وعدم ضياع شيء منه أو تغيير أي كلمة فيه فهذا أمر مقفول لأن القرآن حفظ بدقة منذ نزوله ومن مميزات الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان لا ينسى شيئا مما يوحى إليه وفي القرآن الكريم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وفيه إنا نحن نزل الذكرى وإنا له لحافظه وكان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه شيء من القرآن الكريم أن يقرأه على أصحابه وكان يقرأه بتؤدة ويضوح ثم يقرئهم ما قرأ عليهم ويشرح لهم معانيه الإجمالية ثم يأمرهم بكتابته وما فشو الأمية في هذا الوقت كان حوله عدد من أصحابه يجودون القراءة والكتابة ويورفونه بكتاب الوحي وعندما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن كله مكتوبا ولكن لم يكن مجموعا في نسخة واحدة وكان هناك عدد كبير من الصحابة يحفظون القرآن كله في صدورهم والقرآن في جملةه نزل بلغة قريش ولكن جاءت فيه كلمات من لهجات أخرى كما أنه لم ينزل بوجه واحد بل نزل بعدة أوجه وذلك تخفيفا على العرب وهم مختلفون في النهجات حتى يستطيع كل واحد أن يقرأه وسمها عمر بن الخطاب هشام بن حكيم ابن حزان يقرأ في الصلاة على غير ما حفظ عمر فكاد يأخذ بتلاديبه ولكنه تريث حتى فرغ من صلاته ثم ذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم بحكيم اقرأ فقرأ فقال له هكذا أنزلت ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت وقد فهم قلد زهر أن اختلاف الكراءات يرجع إلى ما كانت عليه الكتابة من عدم النقط والشكل فكانت تلتبس الكلمات على القارئ من مثل فتبينوا فتثبتوا ومثل تستكبرون وتستكثرون وهو فهم خاطئ بين الخطأ لأن هذه القراءات كانت موجودة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقرأ أصحابه القرآن بوجوه متعددة ومن الروايات التي رؤيت عن كانت القراءات ثم إما العرباء وهم أميين لم يكونوا يعتمدون على القراءة وإنما كانوا يعتمدون على التلقين والحفظ وفي موقعة اليمنة بين أبي بكر ومسيلمة قتل نحو سبعين رجلا من حفاظ القرآن الكريم وهذا يري أنه كان هناك كثيرون من الصحابة يحفظون القرآن الكريم وقد خشي عمر وأبو بكر أن يستحر القتل بالقراء في مواطن أخرى فأجمع على جمعه في نصحف واحد وقد عهد بجمعه إلى زيد بن ثابت فقد كان شابا عاقلا أمينا وكان من حفاظ القرآن وكان لا يكتب من حفظه ولا مما هو مكتوب بل لا بد من شهادة شخصين آخرين وكان الذين كتبوا القرآن قد كتبوه على الأحجار وعظام الأكتاف وقطع الأشجار لعدم توفر الورق لديهم ومضى زيد يجمعه وكان عمله شاقا إذ كان عليه أن يطوف على الذين كتبوا ليسمع ما عندهم ولا يكتفي بشخص واحد ولا بحفظه وكان هو يحفظه وقد وجده مكتوبا وتوفر له الشهود إلا آية واحدة هي آخر سورة التوبة وهي قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فلم يجدها مكتوبة إلا عند أبي خزينة أنصاري فقال أبو بكر اكتبوها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل شهادته بشهادة رجلين وجمعت هذه الصحف التي وعت القرآن كله وسميت مصحفا ومنها نرى أن القرآن جمع كله عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهور وأنه جمع كله لم يغض منه شيء وأن جمعه كان بشهادة عدلين على الأقل عدى زيد بن ثابت وقد رأينا من قبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ أصحابه بوجوه متعددة وليس بوجه واحد وفي أهد عثمان كثر اختلاف الناس في وجوه الكراءة حتى اقتتل الظلمان والمعلمون على نحو ما حدث بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم فقال عثمان عندي تكذبون به وتنحنون فيه فمن لأ عنه كان أشد تكذبا وأكثر لحما يا أصحاب محمد اجتمعوا فاكتبوا للناس إماما فاجتمع اثنى عشر صحابي فيهم زيد بن ثابت صاحب الجمع الأول وكتبوا للناس إماما وحفظت منه صورة في المدينة ووزعت صور في الأنصار ليرجع الناس إليها إذا اختلفوا والقرآن الذي تقرأه الآن هو القرآن الذي قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وأمناه على كتاب وحية ثم لم يدع منه شيء ولم يزد عليه شيء أما القراءات التي تقرأ ويختلف بعضها عن بعض فهي روايات رؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صاحب قراءة انتهت إليه رواية اطمئن إليها وتثبت منها فأخذ بها واشتهرت منها روايات سبع تليها ثلاث أقل منها قوة ثم أربعة أخرى أقل من سابقتها فهي أربع عشرة رواية وما فوقها يعتبر شاذا لا يؤخذ به وقد تمسك بولد زهر بروايات شدة أوردها دليلا على ما وهمه من أن الكراءات نشأت عن طريقة الكتابة وعدم نقطها والروايات التي أثبتها ومنها ما ذكرناه ليس منها واحدة من الكراءات العشر وبعضها مما فوق الرابعة عشرة ويفيد اختلاف الكراءات في فهم معاني الفرعية وتوجيه بعض المعاني وجهة جديدة ومنها السفاد الفقهاء المجتهدون في السلبات أحكام فقية مختلفة وهذه الاختلافات أكسبت الفقه الإسلامي مرونة واسعة وكل ذلك جائز مستساغ مدامة الرواية صحيحة ومن ذلك الآية الكريمة وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فقد قرئت لامستم بمعنى خالدتم النساء مخالطة جنسية كما قرئت لامستم من اللمس بمعنى مسستم أجسادهم ولهذا رأى بعض الفقهاء أن مجرد مسى جسم المرأة أجنبية لقصد اللذة أو وجدانها مما يوجد الوضوء ولم يرى آخرون ذلك وقد كتبت الآية بلام دون ألف لمستم وهي بهذا تصلح لكلتا الكراءتين وكذلك تكتب الصلاة بواو الصلواء مراعاة بالرواية التي تفخن الله وإذن فكتابة المصاحف هي التي تأثرت بالروايات القرآن وليست الرواية هي التي تأثرت بالكتابة والقرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي حافظ على كيانه وسلم من التغيير والتبدئ أما توراة موسى وهي الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس فقد ذهبت ولم يبقى منها ما يعتمد عليه ويرجح الباحثون أنه لم يبقى منها شيء أصلى إلا أن تكون الوصايا العشر ولكن ترتيبها لا يطمأن إليه لأنها وردت مكررة بترتيب مختلف وبزيادة ونقص وكذلك كلمات السيد المسيح عليه السلام ذهب معظمها وجاء في الأناجيل الأربعة بعض منها ونحن المسلمين نعتقد أنه عليه السلام تلقى كتابا سماويا من الله هو الأوجين وهذا لا يعتقده المسيحيون لأنهم على غير ما يرى المسلمون يجعلون المسيح ابن الله فهو نفسه إله ولا يتلقى وحيا من غيره وقد تكون كلماته التي جاءت في الأناجيل الموجودة الآن مأخوذة أو على الأصح كثير منها مأخوذ من الإنجيل السماوي وعلى أي لم يكتب حواري المسيح عنه شيئا ولم يأمرهم بكتابة كلامه ولا كانوا هم على حظ من الثقافة يجعلهم يفهمون جيدا أمثاله وتشبيهاته لذلك أضاع معظم كلامه وإذن فالإسلام هو الديانة السماوية الوحيدة التي تملك دليلها ومعجزتها فهي خاتمة الديانات ورسالة الله إلى البشر كافة المعجزة الخالدة يعتمد الإسلام على القرآن وحده معجزة دامة على صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن ربه ولا يعتمد على معجزة ما مادية فالقرآن كلام الله تحدى محمد للعرب أن يأتوا بمثله فعجزوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين وقال تعالى وإن كنتم في ريب منا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وقال تعالى قلنا إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وقال تعالى أن يقولون افتراه إن فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين ولم يجرأ أحد على هذا التحدي أن ينشئ قرآنا يثبت به أن محمدا ليس نبيا هذا والقوم في عصر البلاغة وسلامة اللغة وفيهم الشعراء والخطبة ومن أثرت عنهم الحكم والأمثال فلم يبقى إلا أنه كلام الله وليس كلام البشر وظل القرآن يتحدى على مر العصور فبالإنشاء يبطل هذه الرسالة أن ينشئ كثيرا أو قليلا من مثل هذا الكلام ولكن من الآن لم يحدث هذا وإذن فمعجزة محمد هي التي تحدى بها العرب في عصره لا تزال باقية تتحدى الأجيان وهذا فرق ما بين القرآن والمعجزة المادية فالمعجزة المادية ينفعل بها من يراها فإذا نقلت لمن لم يرها كانت أقل وقعا ثم تكون لدرجة الشك والإنكار كان لكل نبي قبل محمد معجزة مادية ولعل موسى عليه السلام كان أكثر الأنبياء معجزات كان يدخل يده في جيبه ثم يخرجها فإذا هي بيضاء مشعة كالقمر المبي وكانت له عصاه ألقاها فإذا هي قد تحولت ثعبانا يلقف ما يأفك سحرة فرعون وهي التي شقت له طريقا في البحر يبسا وشجت له عيونا سفحا في الحجارة وأنزل الله على قومه المن والسلوى وظن لهم بالغمان وكان العيسى معجزات أشد غرابة وأدعى إلى تصديقه بأنه كان يبرئ الأكمه والأبرس ويحيي الموتى وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوته ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فتكون طيرا وهكذا ومع كل هذه المعجزات كذبه قومه وطلبوا أن يسلب وكان للأنبياء السابقين معجزاتهم أيضا كان لصالح ناقة تدر من النبن ما يكفي قومه فلم تجعلهم يتبعونه بل عقروها وعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الرجفة وهود وشعيد وليط ونوح وغيرهم كل هؤلاء كانت لهم معجزات مادية وكل هذه المعجزات كذب بها الذين من يشهدوها وينكرها الآن كثيرون ويعدها الآخرون خرافة ونحن المسلمين نؤمن بها لأنها جاءت في القرآن الكريم وإذن فالقرآن الذي لا يمكن أن ينكره أحد شاهد على صدق النبي محمد كما هو شاهد على صدق الأنبياء السابقين وكما يقول الله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لنا بين يبيه من الكتاب ومهيمنا عليه تطرق الشك والإنكار إلى المعجزات المادية ولم يتطرق إلى القرآن لأنه معجزة معنوية وقد كان للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أيضا معجزات مادية كثيرة ولكن الإسلام لا يعتمد عليها في إثبات رسالته وإنما يعتمد على القرآن وحده لأنه معجزة خالدة نشهدها نحن الآن كما شهدها الذين وانزل القرآن فيهم لنتظر منه كلمة ولم تضم إليه أخرى وكما جاء فيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظهم وجاء عظى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث وقد طالب العرب محمدا بمعجزات مادية فلم يلتفت إليهم بل أخبرهم أنه بشر مرسل وأن المعجزات المادية من قبله لم تقنع الذين شهدوها وليست من شأن الرسالة الخالدة التي تشهدها أجيال مقتلة وحكى عنهم القرآن وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعة أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وقال تعالى وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لو لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذورا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ورد في القرآن هذا كله بعبارة صريحة وقال تعالى وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمودا ناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فهذه المعجزات كانت تخويفا وإرهابا والقرآن لا يعتمد على ذلك والفرق بين رسالة النبي محمد ورسالة الذين سبقوه أن رسالته خالدة وأنه رسول الله إلى الناس جميعا على مختلف أجناسهم وأعصارهم وهو لا يرضى التقليد وإنما يقنع العقل وإذن فلابد لكل من يدخل الإسلام أو يناقش رسالته أن يشهد معجزته أما الذين جاءوا قبله فكانت رسالاتهم موقوتة لقوم معينين وبزمن معين فكانت المعجزة المادية تكفي لهذا الزمن المحدود يراها قوم وينفعل بها الجيل الذي يليهم ثم يأتي نبي آخر أو تكون فترة لا رسالة فيها ولا مسؤولية أما الرسالة المحمدية فهي رسالة عامة خالدة ولهذا كانت معجزة صاحبها خالدة لأنه رسول الله إلى الناس جميعا ولا نبي بعده فالقرآن معجزة خالدة لرسالة خالدة ودراسته تنفي أن يكون شيء منه من كلام البشر والموازنة بينه وبين الأحاديث النبوية تؤكد أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لا قدرة له على الإتيان بقرآن مثله وما فيه من تشريع ديني واجتماعي وسياسي وقيامين معاملات وشؤون أسرة وعلاقات خارجية ونظام حروب لا يمكن أن يقوم به فرد واحد مهما كانت دراسته وقد كانت المدة التي ظهرت فيها هذه التشريعات قصيرة إذ هي لم يبدأ ظهورها إلا في السنة الثانية من الهجرة فهي مدة أقل من تسعة أعوام وهي لا تكفي للدراسة والتفكير ثم تأليف هذه الموسوعة الشاملة وهذه الأعوام كانت مليئة بالحروب والمنوشات مما من يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم متسعا من الوقت يؤلف فيه وهو فوق كل هذا أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم تكن لديه مكتبة يرجع إليها ولا معه معلمون يتلقى عنهم فهذا جانب آخر من جوانب إعجاز القرآن العديدة أدف إلى ذلك أخبار القرآن بأقاصيص الأمم السادقة وأنباؤه بحوادث مستقبلة ثم نجده يحدثنا عن خواطر أنفسنا ونوازع خواطر وغرائزنا مما لم نحتدي إليه إلا في ضوء علم النفس الحديث وقد ألفت كتب عديدة لدرس الإعجاز القرآني هو لا يزال باحث يجدون في هذا الدرس ويجدون جوانب شتى لهذا الإعجاز وبعض هذه البحوث علمي بحت وبعضها فلسفي أو أدبي أو تربوي أو اجتماعي وهكذا هل هو صورة تلمودية قبل أن يتحدث مستشرق عن القرآن فأغفل أنه مستقى من اليهودية وقد وصف كايلر الإسلام بأنه يهودية مهذفة وقال جون إن محمدا كانت الميذا مبتدئا في دراسة التلمود ولم يستطع فهمه جيدا والذي دهى إلى هذه الفكرة هو أن القرآن ذكر كثيرا من قصص أنبياء بني إسرائيل وأورد قصة موسى مع فرعون مصر في عدد من سوره كما ذكر معجزاته وعناد قومه له ومكثهم أربعين سنة يتيهون في الأرض إلى أقاصيس أخرى لداود وسليمان وطالوت فظن هؤدا أن محمدا استقى هذه المعلومات من اليهود ولكن القرآن لم يقف عند هذه الآثار اليهودية بل تحدث أيضا عن المسيح عيسى بن مريم وأورد أشياء كثيرة من العهد الجديد وهو في شأن عيسى عليه السلام خالف اليهود والنصارى جميعا فعلى عكس ما يعتقد اليهود أثبت أنه ليس ابن يوسف النجار وقال إنه ولد من روح الله وليس له أب وأزرى على اليهود في هذا ولعنهم فقال وبكفرهم وقوبهم على مريم بهتانا عظيما وذلك أنهم اتهموها بارتكاب الفاحشة وأن عيسى جاء من سفاح والقرآن سميه دائما عيسى بن مريم لأنه لا أذى له وعلى عكس ما يعتقد المسيحيون نفى أنه بني الله وقال ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه وقال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة كما قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض كما نفى أن يكون قد صلب فقال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وبهذا نجد القرآن معارض المسيحية في أهم ما قامت عليه وهو جعل المسيح إذن الله وأنه صلب ليمحو بدمه خطيئة آدم وقرر أن ولادته من غير أب لا تقتضي أن يكون إلها إذ أن آدم وهو أب البشر جميعا خلق من غير أب ومن غير أم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولم يذكر القرآن جميع الأنبياء الذين جاءوا في العهد القديم ولا الرسل الذين جاءوا في العهد الجديد كذلك لا يوجد في الكتاب المقدس كل الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم فالكتاب المقدس تاريخ أسرة معينة هي أسرة بني إسرائيل واختص بهم العهد القديم والعهد الجديد أيضا تاريخ للمسيح وللدعوة المسيحية من بعده والقرآن ذكر ما ذكر من هؤلاء على سبيل العذة والاعتبار لا على أنه تاريخ أمة أو تاريخ أفراد أو بعوات وليس في أي من العهدين ذكر لصالح وثمود ولا لهود معاد وجاء ذكر شعيب عرضا إذ هو صهر لموسى ووصفته الشروح بأنه كاهن كان قد تلقى شيئا من علوم المصريين وأنه علم موسى ولم يأتي فيه ما جاء عنه في القرآن من نهيه قومه عن تطفيف الكيل ونقص الميزان ومن العقوبة التي حلت بهم حين خالفوه كما جاء ذلك في شأن الأنبياء الآخرين وأكثر ما جاء متشابها في الكتابين هو قصص يوسف وموسى وعيسى ومعوجود هيكل عام يتحد في كل قصة تختلف تفاصيل الأحداث وغاية القصة والغرب من ذكرها والشبهة لدى هؤلاء الذين يتهمون محمدا بنسخ القرآن أنه يكفي أن يعرف إطارها الآن فينقلها أو يحورها كثيرا أو قليلا ولكن من أين نقلها وما هي الطريقة التي توصل بها إلى معرفة هذه الأخبار هنا ينجأ القوم إلى أنه كان بالجزيرة يهود ومسيحيون ولقد رأينا من قبل أن هؤلاء كانوا بنضعادة عن مكة وأن حياة النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لم تهيئ له اتصالا بأي من هؤلاء انتهى الوجه الأول كما بينا تهافة الأقاوي من فجة التي تستند إلى صحبته سلمان الفارسي أو صحيب الرومي أو أنه كان قد تزوج بنارية تبطية وهي من تبط مصر إذ لم يتصل به هؤلاء إلا بعد رسالته وليس كل مسيحي أو يهودي يعرف ما يعرف الربانيون والأحبار وما يتخذه هؤلاء حجة على محمد صلى الله عليه وسلم يتخذه القرآن حجة عليهم وحجة له لأنه علم أحداثا لا تمتد إليها أسباب علمه هذا مع أميته وعدم جلوسه إلى معلم ولهذا يقول القرآن الكريم وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمونك إذا لارتاب المبتلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى أولم يكفهم أن نأزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ونحن نرى فوق هذا أنه كان لابد أن تذكر هذه الأقاصيس لأن القرآن لن ينزل لأهل مكة وحدهم بل سيذكر بين علماء أهل الكتاب فيجد تصديقا منهم وقصص وعاد وثمود وضقايا ديارهم من الآثار والأخبار التي يعرفها بعض العرب ومن الممكن أن ينتقلوا إليها ليشاهدوها ويروا آثار ما حل بأهلها وبذا لا يكون حديث القرآن عنها خيالا ولو أن القرآن حدث الناس عن أشياء لا علم لأحد منهم بها ولا يمكن أن يروا بأنفسهم مصداقها لكان ذلك كلاما عديم التأثير ولا يدري أحد إن كان حقا أو خيالا ونحن المتأخرين لا نعرف شيئا عن ذي القرنين الذي مكن الله له في الأرض وآتاه من كل شيء سببا ولهذا اضطربت فيه آراء المفسرين فقيل هو الإسكندر الأكبر وقيل هو أحد أذواء اليمن وقيل غير ذلك وإذن فالقرآن معجزة وسيظل معجزة الحديث النبوي لم تدون الأحاديث النبوية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما دون القرآن وقد حرص النبي على أن تدون آيات القرآن كما نزلت ولكنه نهى عن تدون أحاديثه خشية أن تلتبس بالقرآن ولهذا مات النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه مفرقة في صدور من سمعونه ولم تجمع أحاديثه في عهد الخلفاء كما جمع القرآن وهناك أفراد قليلون كتبوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمعوه منه وقد أذن لهم بذلك إذ لم يخش نبسا من ما كتبوا ومن هؤلاء عبد الله ابن عمر بن العاص وكان من مجباء الصحابة ومن المكثرين برواية الحديث وقد دعت الظروف السياسية التي مر بها المسلمون منذ معركة علي ومعاوية إلى وضع أحاديث ونسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرفت بعض الأحاديث بالزيادة أو النقص للدعايات المذهبية وربنا استباحاً قصاص والوعاض أن يفعلوا مثل ذلك إذ رأوا أن ما يدفع الناس عن الشر ويميل بهم إلى فعل الخير يبيح لهم ما فعلوا وآخرون وضعوا الأحاديث كيداً للإسلام ورغبة في تحريفه واشتهر من الوضاعهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء وقد اعترف بأنه وضع أربعة آلاف حديث يحلل فيها ويحرم وهذا ما حمل طائفة متخصصة على جمع الأحاديث وتمحيصها ولم يبدأ جمع الحديث إلا مفتتح القرن الثاني في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وكانت حركة ساذجة ضعيفة تلاها دور نشيط شديد الحذر كان من أول من أسهموا فيه الربيع بن صبيح توفي سنة ستين ومئة من هجرة وسعيد بن عروبة توفي سنة ست وخمسين ومئة من هجرة ثم وجد في كل قطر من يجمع الأحاديث التي انتهت إليه ويحققها ومنهم من رتب ما جمعه في أبواب فقهية ومنهم من رتبه وحسب أسماء رواته وكانت حركة صحبة شديدة الصعوبة ولكن الذين اطلعوا بها كانوا غاية في الذكاء والأمانة والقدرة على تنويز الحديث الصحيح من غيره اعتمدوا في الخطوة الأولى على روات الأحاديث وما لهم من صفات الذكاء والأمانة وقوة الذاكرة فربما كان الرجل صالحا تقيا ولكن به غفلة لا يستطيع بسببها أن يميز بين حديث وحديث أو حسن النية يتقبل الحديث من كل راو فهذا لم يقبله المحدثون وقد سجلت الأحاديث مع ما يحيط بها من ملابسات مثل ابتسام النبي صلى الله عليه وسلم حين إنقاء حديثه أو غضبه أو اعتداله من اتكاء أو رفع يديه ورحو ذلك ويوجد في مكتبة الحديث النبوي الآن مجموعة جديرة باتمئنان المسلم إليها لشدة ما بدل في تنقيتها من الجهد وأشهرها كتب الصحاح وهي صحاح البخاري ومسلم والماجة والترمذي والمسائي وأبي داود وصحيح البخاري يحتوي أربعة آلاف حديث منها ثلاثة آلاف أو نحوها تكررت لاختلاف الرواية أو لمناسبة تقتضي إعادتها وهو قد استخلصها من ستمائة ألف حديث وهذا يبين مدى الجهد الذي كان يبذله جناع الحديث في غربلة أحاديث وتنقيتها وقد اقتضى هذا العمل أصحابه أن يثقفوا ثقافة خاصة لا تقف عند حفظ القرآن والحديث بل لا بد من محدث مع هذا من علم واسع باللغة العربية والأحداث التاريخية حتى نجد البخاري يكتب في التاريخ وهو أيضا فطيه ذو مذهب وكتابه مبوض أبواب فقهية ويحتوي آيات قرآنية كثيرة ومن أشهر أصحاب المسانيد أحمد بن حنبل وهو أيضا فطيه صاحب مذهب وكل هؤلاء هاجروا إلى جهات نائية ليجمعوا الأحاديث فقد كان الصحابة الذين حفظوا الأحاديث قد تفرقوا في الأمصار وكل أنشأ له مدرسة في الجهة التي أقام بها مالك بالمدينة والأوزاعي بالشان وعبد الرزاق بالومم وابن المبارك في مرور وهذا مع أسفاره الكثيرة كان يذهب لكل قطر فيدرس فيه وقد أسف أحمد بن حنبل أنه لم يستطع التلقي عن مالك وابن المبارك وكذلك قعد به الإقلال عن الذهاب إلى مرور وطريقة المحدثين في روايات أحاديثهم وتبوي بها أفادت الفقهاء كما أفادت المؤرخين فالفقهاء السفاد منها في القياس والصباة أحكام فقهية مستحدثة والمؤرخون عمدوا في تاريخهم إلى إسناده بذكر رواياته كما فعل المحدثون ثم كان هذا عونا كبيرا لمفسر القرآن الكريم ونحن نقرأ التفسير والتاريخ لشيخ المفسرين وشيخ المؤرخين الطبري فنجده يعنى بذكر الأساند لرواياته ويذكر وجوها وأسبابا من حدث التاريخي وأسبابا وأحاديثا حول الآيات القرآنية يتنوع بها معنى الآية وفي ذلك فوائد كثيرة للباحثين لأنها تعطي الأساس الذي تبنى عليه المعاني وقريبا من هذا ما فعله البلادري في فتوح البلدان حتى نجد أبا الفرج الأصفهاني يفعل ذلك في رواية الأدب وكتب المساند بدأت في نهاية القرن الثاني وبدأية القرن الثالث ففي الكوفة أخرج عبيد الله بن موسى العبسي مسندا وفي البصرة صلف مسرد بن مسرهد مسندا وكذلك فعل معين بن حماد الخزاعي في مصر وأسد بن موسى الأموي وغيرهم كثيرون وطريقة جمع الحديث وتصنيفه على أبواب سحلت البحث الفقهي كما أنها قادت إلى ظهور المذاهب الفقهية وتنويزها تنويزا أكمل لأن كل من المالك والأوزاعي وسفيان الثوري والليث بن سعد والبخاري محدثون استخلص كل منهم لنفسه مذهبا فقهيا من الأحاديث التي رواها وجمعهم الأحاديث كان لخدمة الفقه وتبدو عند مالك بصفة أوضح معارضته لأصحاب الرأي العراقيين فهؤلاء لقلة الأحاديث لديهم كانوا يعتمدون على آرائهم وهي آراء مستخلصة من الكتاب والسلة ولكنها لا تعتمد على نص صريح ولم يكن موطأ مالك هو أول كتاب حديث بيب تبويبا فقيا ولكنه من أوائل الكتب التي نهجت هذا المنهج وقد تعقبه مالك بعد تأليفه بالتنطيح فأسقط منه كثيرا حتى خشي إذا طالت حياته أن يأتي عليه ولم يأخذ في فقهه بكل الأحاديث التي رواها بل روا أحاديث صحة عنده سندا ولم يجر عليها في فقهه ربما لأنه أخذ بما هو أقوى منها سندا أما طريقة المساند فكانت مهمتها جمع الأحاديث ونسبتها إلى رواتها فهي حركة لخدمة الأحديث وإفادة الفقه منها خطوة تالية ومسند بن حنبل على شهرته ودقة صاحبه وتحريه يعد أقل دقة من صحيح البخاري كما أن البحث عن حكم فقهي فيه شاق عسير وهذا مضطر المتأخرين إلى رده لأبواب فقهية وهو يوجد الآن مطبوعا مدوضا على أبواب الفقه ما إشارات إلى مكان كل حديث من المسند الأصلي وذفرت هذه الكتب بشراح من المتأخرين أطالوا أحيانا في شرح غوامدها وبيان مقاصدها كما اختصر كتاب بخاري بحث الأحاديث المكررة منه والأسانيد الطويلة وألفت كتب تجمع بين اثنين أو أكثر من الكتب الستة الصحة وهي حركة واسعة أفادت الدارسين وسحلة موازنة بين رأي فقهي وآخر وبين مذهب ومذهب واشتهر برواية الحديث جماعة من الصحابة منهم أبي فريرة وعبد الله بن عباس وابن عمر بن العاس وكان لكل من محمد بن القاسم ابن أبي بكر وعروة بن الزبير سنة بأم المؤمنون السيدة عائشة والصفاد منها كثيرا في رواية الأحاديث وكانت هي أيضا على حظ كبير من الحديث والفقه حتى وضع الوضعون باسمها وفي سعة علمها بعض الأحاديث وإذا وزلنا بين دراسة الحديث ودراسة القرآن وجدنا دراسة الحديث شاقة تستدعي مجهودا كبيرا ذلك لأن القرآن كتب منذ نزوله ولم يدع منه شيء أما الحديث فكثر فيه الوضع ولم يبدأ جنعه إلا بعد قرن ونصف قرن تقريبا بعد الهجرة وقد وضع المحدثون لضبطه قواعد وشريطا تتناول الراوي من حيث ثقافته وأمانته ودقته وشدته وتساهله وورعه وتقواه إلى آخر ذلك وبعد هذا كله لا تصل الثقة فيه منزلة القرآن وهذا أمر طبيعي ظهور الفقهاء كان النبي صلى الله عليه وسلم مرجع المسلمين في كل ما يشكل عليهم وكان الرجوع إليه هينا على أهل المدينة ومنهم على مقربة منه وكان يرسل معلمين وقضاة إلى الجهات النائية وكان هؤلاء ممن لهم علم ومعرفة بالإسلام وقد أذن لهم في أن يجتهدوا ويعملوا رأيهم في المسائل التي لا يجدون لها نظورا في القرآن والسنة وعندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن سأله بما يقضي فقال بكتاب الله قال فإن لم تجد في كتاب الله قال أقضي بسنة رسوله قال فإن لم تجد قال أجتهد رأيي وأعمل فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم جدت مسائل لم تكن موجودة في عهده وأحيانا كانت المسائل تخفى على الخليفة فكان أبو بكر إذا عرض له شيء من هذا سأل من حوله إن كانوا رأوا أو علموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قضى في شيء من هذا فإن لم يجد جمع أهل العلم والصحابة واستشارهم وأخذ برأيهم وفي عهد عمر ابن الخطاب جدت مسائل أكثر وكان يستعين بما عمل أبو بكر ويسأل الناس إن كانوا يعلمون له قضاء في مثل المشكلة التي أمانه وبهذا زادت مصادر التشريع ونشأ مصدر هام جدا يضاف إلى القرآن والسنة وهو الإجماع والإجماع في عرف الفقهاء هو ما تتفق كلمة إلى الرأي من المسلمون على حله أو تحيمه والسند فيه إلى الحديث الشريف ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن والإجماع يأتي بعد النص ويعتبر شرحا له أو تأويلا ثم هناك أساس رابع وهو القياس ويراد به معادلة مشكلة ما بأخرى شبيهة لها واستنتاج حكم لها أو قاعدة عامة وهذه المصادر الأربعة هي أسس الاجتهاد وقياس مسألة على أخرى تشبهها أو الاجتهاد في وضع قاعدة فقهية أو استخلاص حكم شرعي أمر شاق يحتاج إلى علم كاف بالقرآن والسنة وعمل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ولا بد أن يكون المجتهد ذا ذكاء وحفق وعلم باللغة العربية وطرق تعبيراتها وتشقيق الكلام فيها وتلك عدة المجتهدين وجاء في فطاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري حين ولاه قضاء البصرة قياعد عامة شاملة ومنه فيما يتصل بحديثنا قوله الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق واشتغر من الصحابة جماعة كانوا ذي أثر بارز في نشر الفقه الإسلامي هو تنوينه وكان لكل واحد شهرة في فرع من الفرية فكان علي بن أبي طالب ذا شهرة في القضاء والموارث وكان زيد بن ثابت أيضا من أعلم الصحابة بهذا العلم وكانت السيدة عائشة مقدمة في الفرائض والأحكام والحلال والحرام وتخرج عليها القاسم بن محمد ابن أبي بكر وعروة بن الزبير لما لهما بها من صلة القرابة وحين انتشر المحدثون في الأمصار كان كل واحد منهم إماما في الأقاليم الذي نزل به فاقتبى فقهاؤه به رووا عنه الحديث وأخذوا أحكام الفقه ونهجوا منهجه في البحث وأخذ أهل المدينة عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس وأما أهل العراق فعلمهم عن عبد الله بن مسعود وهؤلاء الأربع يعتبرون مرجعا للمسلمين بوجه عام يضاف إليهم معاذ بن جبل بالشام وعبد الله بن عمر بن العاص وقد روى المسريون عنه أكثر من مئة حديث ثم آخرون كثيرون واشتهر بالفتية سبعة من التابعين بالمدينة هم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد وأبو بكر عبد الرحمن بن المحرث بن هشام وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عطبة بن مسعود وظهر في كل قطر فقهائه ومحدثه ومن هؤلاء ظهر الفقهاء المجتهدون يعني كأن مسائل التشريع كثرت وتبخمت المسائل الفقهية وجدت للناس مشاكل لم تكن موجودة من قبل فدعت ذوي العلم إلى تفكير أكثر ثم إن اختلاف الأقاليم في نظم معايشها وشؤون حياتها العامة جعل مشاكلها متنوعة مختلفة وجعل علماء كل إقليم يفكرون تفكيرا ينائم بيئاتهم ويحب مشاكل قومهم أن هنا تنوعت مذاهب الفقه واختوفت آراء الفقهاء وظهر في القرن الثاني الهجري وأوائل الثالث عدد من الأئمة المجتهدين يعرفون باسم الفقهاء لكل رأيه ومنحه ثم بقي منها المذاهب الأربعة المشهورة الحنفي والمالكي والشافعي والحمدلي واختلف كل عن الآخر في تفكيره ومنح اجتهاده وأبرز ما يتمثل فيه هذا الاختلاف ظهور مدرسة جريئة تعول على القياس وهي مدرسة الرأي ومدرسة محافظة تعتمد على الحديث والأولى تختار ما تراه أقرب للصياد وأليق بشؤون المسلمين معتندة في اختيارها على المنهج العام في التشريع الإسلامي وهو مدرسة تمتد جذورها إلى عمر بن الخطاب فقد كان رضي الله عنه إذا عرضت عليه مسألة لم يرد فيها نص من القرآن ولا من السنة يسأل الناس إن كان لديهم علم فيها أو سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فيها فإن لم يجد أعمل فكره وقضى وكان ربيعة ابن أبي عبد الرحمن فروخ وهو شيخ الإمام مالك يسمى ربيعة الرأي لاعتماده على رأيه والإمام أبو حنيفة أحد الأئمة الأربعة كان بالعراق ولم تصح لديه إلا أحاديث قليلة فكان من أصحاب الرأي ثم إن العراق قطر زراعي ووارث حضارة فارسية وحياته تختلف عن الحياة العربية السادجة ولهذا كان الاختلاف واسعا بين فقه أبي حنيفة وفقه مالك بالمدينة فمالك لديه ثروة من الحديث وهو صاحب موطأ وحياته في المدينة أتاحت له أن يعرف من سكانها كثيرا مما كان يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يبن إلى اجتهاده مصدرا جديدا هو عمل أهل المدينة وهو مصدر لا يتأتى لغيره من سكان الأمصار النائية ومالك والشافعي والليف بن سعد أصحاب مذهب وسط لا يعتمد على الرأي وحده ولا على الحديث وحده ولكن مالكا كان يكره تفريع المسائل وكثرة الافتراضات وكان يقول للشافعي حين يسأله مسائل فراضية خيالية أعراقي أنت أمن أهل الرأي أنت والشافعي تلميذ لمالك وتلقى مذهب أبي حنيفة بن عراق بعد موت الإمام وناظر صاحبه محمد من حسن الشيباني وكان للشافعي ميل إلى الرأي وقد عدل في مذاهبه حين ذهب إلى مصر وهذا من أثر اختلاف البيئة والظروف الاجتماعية هنا وهناك والمدرسة الثالثة في الاجتهاد هي مدرسة الحديث ومن أصولها في الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن العاص لكثرة ما كان لديهما من الأحاديث وكان الشعبي لا يعتد برأي هذه الجماعة ويقول ما جاءكم من رأي هؤلاء فاطرحوه في الحش حاشية الحش مكان قضاء الحاجة ومن أصحاب المذاهب المشهورة في هذه المدرسة أحمد بن حنبل فهو محدث لديه من الحديث ثرية طائلة وهو متشدد يعتمد على الحديث ويكره أن يقول شيئا برأيه وكان النزاع شديدا بين مدرسة الحديث ومدرسة الرأي فهناك مدرسة رابعة يمكن أن تضم إلى هؤلاء وهي مدرسة الظاهرية زعيمها داوود الأصفهاني وهذه المدرسة تأخذ بظاهر النص وتكره إعمال الرأي والنفاذ إلى ما وراء منطوط اللفظ وقد انتشرت في الأندلس وكان لها أثر على الفكر الأندلسي ولأنه بوحي منها كانت آراء بن مضاء القرطبي النحوية في رفض العلل الثواني والثوالي وإراده ما بعد إذا متدى ومن كبار أطباع المذهب الظاهري ابن حزم من العلماء الأندلسيين البارزين وقد دعا لهذا المذهب وشجعه ولم يعيش المذهب الظاهري طويلا ثم تغلبت أخيرا مدارس الحديث على مدارس الرأي ذلك لأن الحركة في أساسها دونية والتشريع الفقهي مرجعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان المرجع قرآنا أو حديثا ولا ينجأ إلى القياس الرأي إلا عندما لا يوجد سند وبهذا اعتبرت مدرسة الحديث المحافظة أقرب إلى ينبوع الدين ثم كان جد رجال الحديث في جمعه وتبويبه وتصفيته مما جعل الأحكام الفقهية قريبة المنال منه سهلة على المجتهدين كي يستندوا إليها انتهى الشريط الثالث والكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الرابع من الكتاب ولم تكن مذاهب الحديث شديدة التباعد بعضها عن بعض حتى إن الشافعية يعتبرون أحمد بن حنبل واحدا منهم وهذا التقارب هو الذي ساعد على اندفار بعض المذاهب والاكتفاء بما هو أشهر وعيسر ومدرسة الحديث المحافظة ليست بعيدة عن التطور ولا هي مدرسة ذات جهود فكري فهي أيضا سايرت الحضارة المستحدثة وتقبلت تيارات التجديد ولكن سبب انتصارها والنجوء إليها هو ما لديها من قوة السند وحجة الأحاديث وأصحابها كانوا أيضا يعملون رأيهم فيما يجد لهم من المسائل لكن الرصيد الكبير الذي كان لديهم من الأحاديث خفف عنهم كثيرا من عبء اجتهاد بينما كان هذا العبء وطول التفكير في المشكلات المستحدثة هو الذي وسع مدارس الرأي وأكسبها مرينة وقابلية أكثر للتطور وقد كان الأوزاعي ذا مذهب فقهي قريب من مذهب الشافعي ولكن مذهبه اندثر ولم يبق منه إلا مقدار ما في كتاب الأم الذي أملاه الشافعي وهو كتاب في الحكم على منحاه في الاجتهاد وتعدد المذاهب الفقهية أكسب الفقه الإسلامي مرينة واسعة وجعل باب القياس فيه يتسل للمسائل الكثيرة الجديدة ومنذ القرن الرابع الهجري كان الفقه قد تدخن وقتما ولم يعد في حياة المسلمين من الجدة ما يدعو إلى اجتهاد واسع وبذا توقف الفقه وانقطع الاجتهاد إما في مسائل قليلة جدا ولم يظهر مفكر ذو مذهب فقهي يزاحم المذاهب الأربعة ولكن ظهر مجتهدون في مذاهبهم فابن رشد مجتهد في المذهب المالكي وابن تيمية وابن قيم الجوزية مجتهدان في المذهب الحنبلي وهكذا وقد أخذ المرحوم أحمد أمي على هؤلاء الفقهاء أنهم لم يضعوا قوانينهم في مواد بل تركوها مسائل مسرودة واحدة بعد الأخرى بدين ترقين وهذا في الواقع تكليف لهم بشيء لم يحدث في عصورهم وانقرض المذهب الظاهري بعد خروج العرب من الأندلس ولكنه يدرس كآثار فكرية وأيضا هو بما اتسم به من حرفية فقد مرونة الفقه التي امتازت بها المذاهب الأخرى والقانون الإسلامي الآن شامل دقيق يقف بجانب القيانون المعاصرة وهو يتمسك بالحبود من قطع يد السارق وجلد الزاني أو رجمه وقتل القاتل عمدا ما لم يعفو لي الدنيان وكانت هذه القيانون موجودة عند السومريين وهي في قوانون حمرابي كما هي في الديانة اليهودية وقد تركها السومريون قبل أن يتركها اليهود وهي عقوبات رهيبة ولكنها رادعة ولا تطبق إلا تحت شريط دقيقة منها أن يشهد على المذنب أربعة شهود أو يقر هو بارتكابه الجريمة والذي شهد في تاريخ المسلمين أن هذه القوانون تمنح لمجتمع أمنا واضمئنانا وهي تطبق الآن في الجزيرة العربية وفي مواسم الحج تزدخم المكة والمدينة وما حولهما بالوافدين من مختلف البلاد ولكن السرقة وارتكاب الفاحشة مع سهولة ارتكابهما لا وجود لهما وكانا قبل قيام الحكومة السعودية فاشيئين ومنذ فترة قليلة في أواخر الستينات اقترح بعض المياد الإنجليس إعادة عقوبة الإعدام لأن بعض القتلة استهانوا بعقوبة السجن فلم يبالوا بارتكاب الجريمة وظن بعض الباحثين أن الحكومة المصرية عدلت عن الشريعة الإسلامية إلى قانون نابليون لما في الفتح الإسلامي من ضيق وجمود وهذا خطأ لأن القانون الأوروبي أمبئ على مصر إمياء عقب الاحتلال البريطاني سنة اثمتين وثمانين وثمانمائة وألف للميلاد ونابليون كما هو معروف استخلص قانونه المدني من مذهب الإيمان المالك وكان يفخر به في أواخر أيامه فيقول إن كانت معركة واترمو ذهبت بانتصاراته العظيمة فإن قانونه المدني سيظل خالدة وقد سادت قانون نابليون في أوروبا ولكن اختلفت في قطر عنها في آخر والآن يتجه البرلمان المصري إلى العودة إلى قانون الإسلام ولا ريب أن العالم الشرقي قد خسر كثيرا جدا لتخليه على القانون الإسلامي منذ أجبره المستعمر على تركه ولم يغلق باب الاجتهاد ولم يتجند الفقه الإسلامي غير أن القوانون العامة التي وضعت من قبل قد استوعبت شتى عناصر الحياة فما يجب الآن في حياتنا من السهل أن ندرجه تحت القواعد العامة التي قررت من قبل ومن أثر هذه المذاهب واختلاف آراء الفقهاء كان اختلاف القضاء في أنحاء الدولة الإسلامية بعد أن تسعت وأصبحت أقاليم متعددة ويروى أن أبا جعفر المنصور طلب من الإيمان مالك أن يجمع الأحاديث وأن ترسل نسخ منها إلى الأمصار ويؤخذ الناس على العمل بها فلم يقبل مالك هذا الرأي وقال إن رجال الحديث تيزعوا في الأمصار وأذاع كل منهم أحاديث أخذ الناس بها ويسخب تحويلهم عنها ويبدو أن أبا جعفر كان يريد توحيد وجهة النظر الفقهية أو يحمل الناس على مذهب واحد ولسنا ندري إن كان مطلب المنصور هذا قبل أن يكتب من يقفع رسالة الصحابة أو بعده فرسالة الصحابة حوات دم عراضها الكثيرة توحيد القضاء في الأقطار الإسلامية وذكرت أن الهوية أصبحت واسعة حتى أن بعض القضاء يحل ما يحرم الآخر هذا مع تقارب الأقالين فيستحل الدم وينفرج بالحيرة وهما يحرمان بالكوفة ويكون مثل هذا الاختلاف في جوف الكوفة فيستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى غير أنه على كثرة ألوانه نافذ على المسلمين في دنائهم وحرمهم ويضعنا هذا أمام وجهة النظر لكل منهما أهميتها فالإيمان مالك يرى أن كل إقليم درج على مذهب وقواعد لا ينبغي أن يحول عنها وهذا حق ومن ناحية أخرى أن عرف الأقالين مختلف ويجد أن تراعى طباع الناس وعاداتهم ولكن ابن المقفع رأى أن الخلاف قد اتسع حتى في البلد الواحد وقد ذكر إلى جانب ذلك حجب القضاة بما في أيديهم من آراء وأحكام والسخفافهم برأي من سواهم وإذا أغضينا عن مطلبه في توحيد القضاء عامة لا نرى تضاربا في الرأيين لأن توحيد القضاء في الإقليم الواحد أمر ذالغ الأهمية والإيمان مالك تحدث عن الأقالين المختلفة لا عن الإقليم الواحد ثم إن الاختلاف في بعض الأمور الفرعية غير الاختلاف في الأمور الأساسية وعبد الله بن المقفع بما كان يحمل في نفسه من كراهية للنصور بالغ فيما جاء في رسالته في مختلف فروعها حتى أننا نجدها في بعض مواقفها تحريضا لبعض الشعوب على الدولة وذلك واضح في حديثه عن جنب الشام والسعطاف الخليفة من أجلهم وأخذ على الأتباع من أصحاب المذاهب الفقهية أنهم غلوا في عداء بعضهم بعضا وإنكار كل مذهب طريقة آخر ولكننا لا ننسى أن العصر كان عصر مناظرات وأن بنيوت الخلفاء الكبرى والأنبية كانت تحفل بالمستمعين بمية ناظرين وكان النحويون والفقهاء ورجال العقائد كل فريق منهم يناظروا فريقا آخر ويحرصوا على الانتصار عليه ونحو هذا مما يقود إلى نوع من المنافسة فما جاءت أصور الجفاف الفكري والعلمي فدعت إلى تعصد وتشديد أكثر الحمال والحرام في الإسلام الإسلام دين سبح يساير الحياة ولا يكلف الناس ما يشق عليهم فهو لا يحرم عليهم المطاعم الطيبة ولا الاستمتاع بجميل الثياب ولا المتع البريئة أيا كان نوعها ولكنه يكره الإسراف والغنوب ولا يحب الانغماس في الترف انغماسا يضعف الشخص عن العمل ويجعله يعتمد على غيره حتى دور العبادة يضاح للمسلم أن يستمتع فيها بكل زينته ولا بأس عليه في ذلك ولهذا يقول القرآن الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة والإسلام لا يرضى الرهبنة ممن هو قادر على العمل والكسب لأن الإسلام يدعو للعمل ويعتبره عبادة وفي القرآن وقل يعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض غليلة فمشوا في مناكبها وكنوا من رزقه ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الناس عند الله المكفي الفارغ أي الذي يجد ما يكفيه وهو لا يعمل وحدث بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد منهم يقوم الليل ووصوم النهار فلما سألهم عن من يكفيه شؤون عيشه قالوا كن بنا نكفي قال كن لكم خير منه والإسلام يبيح التجارة والمضاربة ولكنه يحرم الرذى لأنه يناف المروءة والتعاون الإنساني فهو نوع من أكل أموال الناس بالباطن وفي القرآن وأحل الله البيع وحرم الربا وفيه ينحق الله الربا ويربي الصدقات وفيه وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقد كان الربا فاشيا في العرب وكان العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المرابين وحين فتحت مكة أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ربا جاهلية ميضوع وأنه يبدأ بربا عمه العباس وكان من العرب من يغلو في الفائدة التي يأخذها حتى تكون أضعاف ما دفع المدين وهذا ما جعل القرآن ينص على ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكل الربا أضعافا مضعفة وهناك آيات كثيرة تتوعد من يتعاملون بالربا والإسلام ينهى عن قبول نال فيه شبهة الربا ويحتم أن يكون النال حلالا صافيا وبدلا من قبول الربا يطلب الإسلام من المسلم أن يساعد المدينة المعصر بأن يسلفه ما يسد به حاجته وأن ينهله حتى تزول عسرته كذلك يعطي الزكاة من المدينة المعصر وهو ما يسمى الغار ولا فرق بين أن يكون من يتعامل المسلم معه مسلما أو غير مسلم فالإسلام دون الإنسانية والتسامع وكل إنسان تحترم فيه الإنسانية وهذا على عكس ما جاء في سفر التثنية من أجنبي تقرض الردى ولكن لأخيك لا تقرض الردى يباركك الرب إلهك ودرج أئمة المسلمين على قاعدة عامة هي الاحتكام إلى الضمير فرثم ما حاك في الصدر وعافته النفس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتنك وفي القرآن الكريم خذ العفوة وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والعرف ما تعرفه الطبيعة البشرية وتطمئن إليه النفس من وجهة النظر الإنسانية أثر الفتوحات الإسلامية مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام لم يتجاوز حدود الجزيرة العربية وعقب موته مباشرة ارتد العرب لم يكفروا بالله الواحد الأحد ولم يرجعوا للوثنية ولكنهم منعوا الزكاة وكانت عقلياتهم لا تزال متأثرة بنظام العرب القبلي فظل الزكاة أتاوة تدفع لمن هو أقوى منهم واثبر الخليفة الأول أبو بكر الصديق أن يحاربهم وأدت هذه الحروب الدولة الناشئة أن تحتك بأكبر دولتين إذ ذاك وهما الدولة الفارسية والدولة الرومانية وكانت كل منهما ترى في الدولة الناشئة خطرا يجب القضاء عليه بينما كانت الدولة الإسلامية تدرك ما يبيتان لها من سوء لهذا لم يكن ضد من حرب في منتلكات فارس وارضون جنها وكان الغريب في الأمر أن رعاياهما رحبوا بالعرب الفاتحين وتنفسوا الصعداء حين دخل المسلمون بلادهم ذلك لأن حكومة المسلمين كانت تقوم على مبادئ الإسلام وهي أدنى إلى الخلق القومي والعدل المطلق والديمقراطية التي تجعل الحاكما موظفا لدى الشعب تدقى لما خاطب به أبو بكر في قوله أطيعوني إن أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعتني عليكم وفي أقل من قرن امتدت الفتوحات الإسلامية من الهند إلى المحيط الأطلسي ومن البحر الأبوض إلى المحيط الهندي وإلى بلاد اللوبة جنوب مصر ثم عبر العرب البحر إلى أسبانيا هذه الدولة التي امتدت سريعا شملت أجناسا عديدة وأقواما كانت لهم طقوس دينية ولحل ونهجات وإنسل ولوات وطبائع تختلف كل منها عن الأخيات ولكن الإطار العام الذي يحويهم جميعا كان هو الإسلام شريعة الله وأحدث هذا الوضع نتائج أهلية في تاريخ الإسلام الاجتماعي والعقدي والثقافي أولا أن الإسلام أدى إلى عملية نسج بين كل هذه الأجناز فعلى كل ما بينهم من اختلافات صهروا في بوتقة الإسلام وأصبحوا جميعا أمة واحدة ذات شعور واحد وأمانية واحدة وقد وسعت المسائحية أمما ومساحات أوسى ولكنها لم تنجح في عملية النسج التي نجح فيها الإسلام ذلك لأن المسيحية قامت على عقيدة خاصة ولم تعمى بقانون ينظم الحياة الاجتماعية فظل المسيحيون أمما شتى يدرل بعضهم رقاب بعض ثم إن القانون الإسلامي قوانه المبادئ الخلقية ورقابة الله تعالى وأن كل شخص سيسأل أمام ربه عن كل ما يعمل وأن الناس جميعا إخوت في الإنسانية وهذا ربط بين المسلمين برباط الإخاء وجعلهم وحدة متماسكة ثانيا أن الإسلام عيقظ في هذه الأمم حركة فكرية ووجههم إلى التفكير المتفيزيقي والثقافي بوجه عام فقد كانت فتوحات الإسلام منظمة يسير فيها القراء والمعلمون والفقهاء القانونيين مع الجيش المحارب وكانوا يعاضهم مذكرونهم دائما بأن نصر الله لا يكون لمن يعصيه وأن تقواه سبحانه مفتاح نصره وإذا دخلوا بلدا قام هؤلاء المعلمون بتعليم اللغة العربية وتحفيظ آي القرآن الكريم ثم تدريس مبادئ الإسلام لأهل البلد الذي دخلوه بهذا لم يكن الفتح الإسلامي فتحا عسكريا فقط بل كان فوق هذا فتحا ثقافيا وقد ذكرنا ذلك من قبل ثالثا أكد هذا المسج ما حدث من تزاوج بين العرب والأمم التي غلبت فالعرب أقبلوا على الزواج من الفارسيات والروميات خصوصا في الأندلس إقبالا كبيرا ونشأ من ذلك جيل جديد له صفات الجنسي ولكنه متاز على أقرامه من العرب الخلص أو الأعاجل الخلص وهذا أمر تؤيده بحوث الأمثروبولوجي الحديثة وكان العرب يدركونه ويقولون اغتربوا لا تضعوا وإذ نشأ بينهم هذا الجيل ممتازا من أجابته وشجاعته كانوا يقولون ما ضرب رؤوس الأبطال كبن الأعجلية وقالوا أنذر من كان بعيدا هم تزويج أبناء بنات العم فليس يخلو من ضوى وسقم رابعا أدى هذا الانتزاج إلى فساد السليقة العربية ودعا إلى وضع قواعد النحو والبلغة وكان غير العرب أحوج إلى ذلك بطبيعة الحال ونجد في تاريخ الفكر العربي أعلاما بارزين من غير العرب من سبول إلى البلاد التي لمتهم فيقولون القرطبي والمراكشي والبطل نوسي والكرماني والمرزي والبخاري والقزويني وهكذا ومن هؤلاء علماء كبار في الحديث والفقه والتفسير والأدب وهذا يدل على ندى إقبال هؤلاء الأجانب على الإسلام دينا وثقافة وعلى أنهم دخلوا الإسلام طوعا لا كرها ونجد منهم أساتبة يرحل إليهم العرب وقد تمنى أحمد بن حنبل أن يرحل إلى مره ليتنقى الحديث هناك ولكن قعد به الضيق ذات اليد وابن حنبل من كبار المحدثين وله مصنده المشهور الذي تحدثنا عنه قبل خمسا أدخل هؤلاء على الإسلام شيئا مما كان لديه من تقاليد فلون الفكر الإسلامي بأنوان جديدة بعضها يقبله الإسلام وبعضها لا يقبله وهذه التقاليد بارزة في الفكر الشيعي ولعن الشيعة وحدهم هم المسؤولين عن فكرة المهدي المنتظر التي لا يعرفها الإسلام سادسا كان في هؤلاء شعوديون بل ينظروا إلى الإسلام فقط بل نظروا أيضا إلى العرب الذين نقلوا إليهم الدين واللغة العربية ومنهم الخلفاء والحكام فنادوا بتفضيل أممهم على الأمة العربية وعابوا عادات العرب التي كانوا عليها قبل الإسلام ووازنوا بينها وبين حضارة الفرس ونسوا أن الإسلام يفضل الإنسان كإنسان وأن من آيات القرآن قلبه تعالى وأن قد كرمنا بني آدم وقلبه تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوبا وقبائنا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي إلا بالتقوى والعمل الصالح والحق أن هذا لم يظهر إلا عندما خفتت روح الإسلام في نفوسهم وغلبتهم العصبية على العقيدة كذلك ظهر من هؤلاء زنادقة انتحفوا الإسلام ولم يتبطنوا وكان من هؤلاء من حمل للإسلام عداءا ومنهم من عمل على تحريفه وإفساده وقد ظهر هذا منذ عهد شان بن عبد الملك ومن أبرز المارقين إذ ذاك جهب بن صفوان الذي أفتى بأن الإسلام علم ومعرفة ولا يستلزم عبادة وانجهد بن درهم وفي أيام الخليفة المهدي العباسي كثرت الزندقة واضطر الخليفة أن يؤمن حربا على الزنادقة لأنهم أفسدوا الأخلاق والدين ولا بأس عليه في معامل فذلك حفاظ على الدينة وعلى الشعب والقانون الإنجليزي يفرض وقوبات مختلفة على الخارجين على الأخلاق والعرف وقد نفيت إحدى الممثلات هي وأخوها لخروجهما على قوانين الدين والأخلاق فعمل المسلمين في محاربة الزندقة لا شيء فيه وكان السفاد الكثير من أهل البلاد المفتوحة نظم وإنما تأثرت بهم قلة من العرب زندقة ومجونة وتلك طبيعة الحياة أن يكون بها تأثر وتأثير وتقليد في الخير والشر جميعا سبسا وتأثر المسلمون بالفرس والرين أيضا في نظم الحكم وكان أهم ما في هذا جعل الخلافة ملكا موروثا فإن معاوية أخذ البيعة لابنه يزيد فأثار بهذا تذمرا في نفوس الناس وكان عمله على غير ما فعل أبو بكر إذ عين عمر بن الخطاب واخوة ليس من ذويه ولم يعينه إلا بعد أن استشار ذوي الرأي من كبار الصحابة وعين عمر ستة ليس فيه الإبنه ورفض أن يكون ابنه أميرا للمؤمنين ثم أخذ الخلفاء التالون لمعاوية وينلون أبناءهم سواء في العهد الأموي أو العهد العباسي وسبب هذا حروبا داخلية وانكسامات كثيرة وكان هذا كله ولا ريب خروجا عن تعاليم الإسلام ويجب أن نتذكر أنه بالرغم من ذلك ظلت الدولة تستضغ بالصبغة الإسلامية وظل الولاة والحكام يقبول بقوانين الإسلام وظلت الزكاة تجبى وتوزع على فقراء البلاد التي جديت منها وظلت الديمقراطية بادية على الحكم حتى كان الوالي في كل إقليم يخشى أن يشكوه الشعب إلى الخليفة وظلت الدعوة إلى الإسلام وترغيب الناس فيه مستمرة وظلت الدعوة بوجه عام دعوة إسلامية وقد أخطأ جولد تسير خطأا فاحشا إذ زعم أن من الخلفاء من لم يعنيه نشر الإسلام ومن ثم عمل على وقف دعوته ومنع الناس أن يدخلوا فيه كما أخطأ خطأا أشد حين زعم أن حكومة الإسلام أتقراطية مستددة وقد شرحنا في إنجاز بعض الأفكار التي خانه التوفيق فيها سابعا أقر الفقه الإسلامي تقاليد وعادات كانت سائدة في الأقاليم التي دخلها ولم يحرمها القرآن والسنة فمن القواهد الفقهية أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ما ينسخه وفيه أن كل أنواع التعامل مباحة سيما حر في الشرع أي أن من أصل فيها الإباحة والتحرين طرا على بعض منها ولذا نجد فيه قوامين كانت موجودة عند قدماء المصريون أو عند الفرسي البابليون أو كانت عند العرب ولا شيء في ذلك ما دامت هذه الأشياء داخلة في أطار الأسس الإسلامية العامة التي تحرم الردى والاعتباء على حق غير وتحتم المساوات بين الناس في الحقوق والواجدات انتهى الوجه الأول النظام الإداري الخليفة في الحكومة الإسلامية هو الحاكم الأعلى في الدولة كلها ويعين منتدله ولاة على الأقاليم ويكون مع الوالي القاضي الذي يفصل في الخصومات وفقا للشريعة الإسلامية والمحتسب الذي يراكب الأسواق ويشرف على الأسعار والبضائع ويحول دون الغش كما يكون حول الوالي رجال الشرطة والكتبة والمستشارين وهؤلاء موظفون رسميون ولكن يصحب الفتح عادة معلمون وقراء وفقهاء وهؤلاء يستشيرهم الوالي ويستعين بهم بقدر ما تدعو حاله إلى ذلك ورد ما قام الخليفة أو الوالي ببعض أعمال حسبة وقد استفاد الحكام الإسلاميون من نظم البلاد التي فتحوها إذ كانت الدولة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم صغيرة وشؤونها هينة وظاهرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل إلى الأقالين قداتا ومعلمين كما كان يرسل جبات الزكاة وكان كل مسلم قادر على الحرب ينهد لها إذا دعت الظروف لذلك ثم توزع الغنائم على المحاربين بعد احتجاز الخمس منها لبيت المال وفي عهد عمر دونة الدواوين اقتداء بنظم الرومي في دمشق واستعمل المسلمين كتابا في كل إقليم منه وكانوا يكتبون بلغته ثم تعلم العرب هذا النظام فحلوا محل الأجانب وكان ذلك في عهد الدولة الأموية وهذا تطور اجتماعي سريع يبحث ما قاله السهر من أن الإسلام أكسب المسلمين الجنود ولم تكن الوظائف القيادية مقصورة على العرب ففي مصر كان من أبرز أصحاب الفتية فيه اليسيد بن أبي حبيب وهو نوبي من دنقلة وعبد الله بن أبي جعفر وهو من المواني أيضا وقد أنف العرب من توليهنا منصب الفتية فقال عمر بن عبد العزيز ما ذنبه إن كانت المواد تسمي بأنفسها سعدا وأنتم لا تسمون ويظهر أن هذا التسامح هو الذي أفسح للشعوبية نجال للظهور وقد عملت على كسر وحدة الأمة وانقسامها ونجلت أفكارها في بلاد فارس إذ رأى هؤلاء أنفسهم ذوي حضارة ومظاهر مدنية ليس للعرب مثلها فتعالوا عليهم وقال شعراؤهم أمثال بشار بن برد وأبي نواس أشعارا جارحة تؤذي العرب والمسلمين وفي العصر العدسي عالت هذه النغمة إذ كان من فرس نفوذ واسع في الدولة الجديدة وتبعها دعوة إلى القومية والعصبية العنصرية التي لا يكرها الإسلام وكانت الدولة آنذاك قد اتخذت مظاهر حضارية وفارسية وبرزت المرأة الفارسية واتخذت لها مكانا مرموقا في بيوت الخلفاء والأمراء والأثرياء فسحل ذلك سريان التيار الشعوبي ونقل الأدباء الذين يتقنون اللغة الفارسية إلى اللغة العربية أفكارا جديدة مثل كتاب أندرس وهي إرشادات عن ثن الحياة وكتاب النصيحة في العادات والتقاليد وترجم ابن المقفع كليله ودنه ولثقافته الفارسية كتب رسالة الصحابة وهي لقب صائب عميق وترجيه لسياسة القضاء واكتسبت الدولة من الفرس مبدأ مشبه الحق الإلهي وإن ملك واضحا كل مضوح ولكن إذا وازلنا بين قول أبي بكر في أول خطبة له وهو خليفة إني وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطن فسددوني أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم وقول أبي جعفر المنصور قد أصبحنا لكم مقادة نحكمكم بحق الله الذي أعطانا وسلطانه الذي أولانا نجد فرقا ملحوظا في الموقفين كذلك استفادت نظم ولاية العهد والمباعة لأبناء الخلفاء فوراثة الحكم ليست نظاما إسلاميا وإنما يولى الأصلح والأكفى التنظيم المالي في الإسلام اعتمد كتاب تاريخ البشرية في حديثهم عن التنظيم المالي في الإسلام على ما كتبه ماكس في بريشم في هذا الموضوع وحديثه مجحف مجاف الحقيقة وفي حديثه عن التنظيم المالي في الإسلام كتب ماكس في بريشم في هذا الموضوع وحديثه مجحف مجاف الحقائق التاريخية فقد انتهى فيه إلى أن هذا النظام قد اضطر الكثيرين أن يدخلوا في الإسلام تخلصا من الضرائب الثقيلة التي فرضت عليهم وأعفي منها المسلمون وعضة لتكون لهم المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها المسلمون دونهم ولم يخل كلامه من تضارب والضراب ولا يعنينا أن نقف طويلا عند كلامه لتفنيده ولكننا نعرض بإيجاز نظام المالية في الإسلام ثم ننظر فيما كتب على ضوء الأسس التي نوردها كانت نيزانية الدولة في بداية أمرها تتكون من ضريبة الزكاة وهي ضريبة تختلف باختلاف ما تخرج منه فهي في النقدين الذهب والفضة 2.5% بعد أن يحول الحول على النصاب الذي تخرج منه وفي الزرع والثمار تخرج يوم جميها ولكن لا زكاة فيما يقل عن خمسين كيلة أي ما يزيد قليلا عن أربعة أرادب وتختلف قيمة القدر الذي يخرج باختلاف ما تروى به الأرض فهي نصف العشر إذا رويت الأرض بالآن والعشر كاملا إذا كانت تروى بالسيح والمطر وتختلف كذلك في الماشية بحسب نوعها وعددها وقد فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة وفي السنة نفسها جد مورد آخر وهو غنائم الحرب التي أفاءها الله على المسلمين في غزوة بدر وقد بين القرآن الكريم مصرف كل من النوعين أما الغنائم فقد نزلت فيها سورة الأنثال وجاء فيها واعلموا أن ما غننتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وبيتانى والمساكين وابن السبيل وبهذا كان الخمس من هذه الغنائم لبيت المال والأربعة الأخماس الأخرى للمحاربهم وأما الزكاة فقد جاء توضيحها في سورة التوبة في الآية الكريمة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل والمؤلفة قلوبهم هم ضعاف الإيمان الذين يؤثرون المادة على الروح وعلى الفكر والتأمل رأى الإسلام أن يستني لهم بما تهوى إليه نفوسهم حتى إذا جذبوا إلى البيئة الإسلامية الخالصة قويت معنوياتهم وارتفعوا عن مستوى الناديات وقد قطع الخليفة عمر بن الخطاب نصيب هؤلاء وقال إن الإسلام قد أصبح قويا فلا حاجة به إلى نصرة هؤلاء وحين اتسعت الفتوح ودخل في الدولة الإسلامية من ليسوا المسلمين وهم أهل الكتاب من المسيحيين واليهود لم يرغمهم الحاكم الإسلامي على الدخول في الإسلام ولكن ضربت عليهم الجزء وسموا الذنيين أو أهل الذنة لأن المسلمين تعقبوا معهم بعهد أن لا يحاربوهم وأن لا يدنوا على عوراتهم والمسلمون بدورهم يحملهم من أي عدوان عليهم وكانوا يتمتعون بحقوق المواطن المسلم وإن كان المسلمون فيما بينهم يعتبرونهم طبقة أقل وكان هؤلاء يؤدون ضريبة على الرأس ويتصل بهؤلاء المعاهدون وهم الذين لم يفتح المسلمون بلادهم ولكن عقدوا معهم معاهدة تحالف وبمقتضاها يدفعون الجزية وهي المال الذي اتفقوا عليه وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسن معاملة المعاهدين والذنيين وقال لهم ما لنا وعليهم ما علينا وقال من عاد معاهدا أو ذنيا فقد آذنته بالحرب وبهذا كانوا يتمتعون بحرية كافية وسلام ولا يبيرهم أن يعتبرهم المسلمون طبقة أقل أو أكثر وجاء في كتاب تاريخ البشرية ولم يضطهد المسلمون أتباع هذه الديانات فقد أباحوا الحرية الدينية للكافة ولكن الإسلام كان يفرد على الوثنيين ويقول الدكتور فليب حتي وكان أهل الذنة يتمتعون في نظير دفع جزية والخراج بحظ كبير من التسامح الديني وكانوا يخضعون حتى في الأمور المدنية والقانونية جميعا إلى رؤسائهم الدينيين وعامل المسلمون الصابئة هذه المعاملة ولم يعتبروهم وثنيين لأنهم ينتمون إلى القديس يوحنى أي أنهم فرع من المسيحية وإذن فمالية الدينة الإسلامية تتكون من هذه المصادر وهي الزكاة والجزية والخراج وغنائم الحرب ويضاف إليها الصدقات وهي غير إجبارية وإنما هي تبرع يجود به من يرغبون الزنفة إلى الله تعالى بمعونة الفقراء أو بمعاونة الحكومة الإسلامية ولم تكن الجزية التي تضرب على الدينيين مرهقة فقد روعي فيها حال الشخص الذي يدفعها فأعفي منها النساء والأقفال والصبيان والشيوخ المسلمون وكل عاجز عن العمل وليس هذا فقط بل فرض لهؤلاء الضعاف إن كانوا في عوز مالي ما تقول به حياتهم من بيت المال وفي مصر فرض عمر بن العاص على كل شخص دينارين اثنين على كل بالغ من الرجال وأعفى منها من ذكرنا ممن يستحقون الإعفاء وذكر البلاذري أن هذه جزية 12 ألفا وهناك رواية ثالثة تقول إنها بلغت 14 ألفا وقد حاول الدكتور هيكل أن يوفق بين هذه الروايات فرأى أن الأولى تتحدث عن الجزية فقط أما الثانية فإنها تتحدث عن الجزية والخراج ولم يرد الرواية الثالثة وهناك ما يبدو مخالفا بهذا كله بعض المخالفة أو ما يحتاج إلى شيء من التوفيق وهو أن سكان مصر الذين تجب عليهم الجزية كانوا ثمانية ملايين وهذا يعني أنهم كانوا يدفعون 16 مليون ولكن مبلغ الدينارين كان هو المقياس العام والأصلي في الفرض بينما كان هناك من يدفع دينارا واحدا ومن لا يدفع شيئا لهذا نقصت عن هذا القدر وهناك رواية أخرى تتعارض أيضا مع ما سبق وهي أن الخليفة كتب إلى عمر أن يفرق بين أهل مصر في مقدار الجزية على حسب مقدرتهم وطاقتهم المودية فكان المصر يدفع أربعة دنانير والمتوسط يدفع دينارين ومن دونه يدفع دينارا واحدا ومن لم يستطعه أعفيا ولعله لذلك اختلفت قليلا بين عام وآخر وكان عمر قد فرض من قبل على أهل السواد من العراق أرباحة وعشرين درهما وثمانية وأربعين درهما أي أن الشخص كان يدفع درهمين اثنين أو درهما واحدا في كل سنة أليست ضريبة هينة مهما كانت ظروف الناس هذه هي الجزية التي تدفع للحاكم ويعفى أصحابها من الجهاد ويتكفل الحاكم الإسلامي بحمايتهم ويضمن لهم حقوقا كحقوق مواطن ومسلم أما الخراج فكان يقدر على ما تنتج الأرض وقد مسح عمر سواد العراق فبلغ ستة وثلاثين ألف ألف جريب فوضع على جريب الزرع برهما وقفيزا وعلى الكرم عشرة دراهم وعلى الرطبة خمسة دراهم وفي كل البلدين مصر والعراق كان الخراج يتناقص بسبب إقبال الناس على الإسلام فخراج مصر الذي رعينا في عهد عمر صار في عهد معاوية خمسة ملايين من الدمانير وفي عهد الرشيد أربعة أما العراق فكان خراجها مئة مليون في عهد عمر في أقصى ما تقص الروايات ثم كان في عهد عبد الملك بن مروان أربعين مليون وقد بقيت لدينا روايات عما كان يجبى من مصر قبل الفتح الإسلامي فيقال إن الروم كانوا يجبون منها عشرين ألف ألف دينار وإن الفراعنة كانوا يجبون تسعين ألف ألف فانظر مدى ما حط عمر عن المصريين أفيقال بعد هذا أن الضريبة الباهبة أكرعتهم على الإسلام وقد تعرض لهذا الأمر كل من بيتلر وأرنولد فذكر هذا أن قبط مصر ألقوا بأنفسهم في أحضان الإسلام وظل إقبالهم عليه يتزايد عاما بعد عام ولم يكن ثمة إكراه على قبول الدين الجديد لكن قبط مصر كانوا قد سئلوا ذلك الجدل العقيم حول طبيعة النسيح وقد ثقل على أذهانهم أن تهظم نظريات تثقل عليهم في كلا الطرفين من المنفستين القائلين بالطبيعة الواحدة في ذات النسيح أو من الملكانيين القائلين باجتماع اللهوتية والناسوتية فيه بينما جاءهم الإسلام بديانة بسيطة واضحة لا تعقيد فيها وأورد بيتلر علة أخرى ليست بعيدة عما ذكرنا نفى أن يكونوا أقبلوا على الإسلام هردا من الجزء أو رغبة في مكانة اجتماعية أرقى فالدين لا ينزل بهذه الماديات إلا عند ضعاف الإيمان أما الحقيقة المرة فهي أن كثيرين من أهل الرأي قد كرهوا المسيحية لما كان من عصيان لصاحبها إذا إذ عصت ما أمر به المسيح من حب ورجاء في الله مسيت ذلك في ثوراتها وحروبها التي كانت تنشب بين شيعها وأحزابها فالمسيحيون الملكانيون حاربوا المنفسيين وهؤلاء أيضا حاربوهم وكل كفر الآخر وكل هذا زحزع عقيدة الناس في المسيحية عامة وجعلهم ينفرون منها فلجأوا إلى الإسلام فاعتصموا بأمنه واستظلوا بوداعته وطمأنينته وبساطته وقد ذكرنا من قبل أن الخليفة عمر قدول من الصادئة أن يعاملوا معاملة الكتابيين كما عامل عبد الملك قبيلة بني تغدب المصرانية معاملة المسلمين ولم يستطع أحد من المؤرخين أن يغضي عما أبداه العرب من التسامح إزاء الأمم التي فتحها الجنش الإسلامي لقد ولوهم الوظائف والوظائف الكبرى في هذه الدولة واتخذوا منهم أطباءهم وأصهروا إلى الكتابيين يهودا ومسيحيين لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إذ تزوج ريحانة وصفية كان طبيب معاوية هو ابن أثال المسيحي ويقال إنه نصبه مديرا ماليا من مقاطعة حمز وكانت زوجه ميسون أم يزيد من بني كلب المسيحيين وكان يحنى ابن سرجون نبي يزيد في شبابه وكانت مائرة بنت القرافصة زوج الخليفة حثمان مسيحية أيضا عن المذهب اليعقوبي ومن بني كلب ثم أسلمت قبل زواجها وكانت مثلا حسنا في مؤفاء وحسن التصرف وظل المشرفون على ديوان الخراج ومالية الدولة من البلاد المفتوحة في وظائفهم وظلوا يستعملون لغاتهم وكان عبد الملك ابن مروان أول من شرع في تعريب الدواوين وتلاهب له الوليد الذي أتم هذا التعريب فتناقص بذلك عدد الموظفين غير الوسنين ولكنهم لم يفصلوا من وظائفهم ومثل آخر يدل على مدى التسامح وعلى أن المذين تحولوا إلى الإسلام لم يتحولوا عن إكرار ذلك أن الحجاج الثقافي والي العراق فرض على المذين دخلوا الإسلام في عهده أن يدفعوا ما كانوا يدفعونه قبل إسلامهم وكان ذلك يعادل الجزية والخراج معا ومع ذلك ظلوا على إسلامهم وظل عدد المسلمين يتزايد وقد أراد والي مصر أن يفعل ذلك أيضا غير عن الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز كتب له إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا كما بعث بمثل هذا لوالي العراق وإذن فالجزية لم تكن فادحة تكره على قبول الإسلام ولم ينع فرضها توالي زيادة المسلمين أما الخراج فهو ضريبة ما تخرجه الأرض من العشور وأنصاف العشور وهذا يستوي فيه المسلمين وغير المسلمين ولم يكن المسلمون الفاتحون يمتلكون الأراضي الزراعية في هذه البلاد التي يفتحونها بل يتركون الأرض بزارعها وكان هذا قبل كل شيء رفقا بهؤلاء الملاك فلا يضارون في أسباب رزقهم ومنعا لشغل العرب بالزراعة عن الجندية وقد حدث هذا أول ما حدث في عهد عمر لأنه الذي انفسحت في عهده الدولة وامتد سلطانها على أراضي زراعية وكان يعارضه في هذا جماعة منهم الزبير بن العوام وبلال بن رباح وكان أشد الناس معارضة له ولكن حكيم ابن حزان أيده في رأيه وقال له إن هؤلاء اعتادوا التجارة ولو شغلوا بالزراعة ضاعت التجارة منهم لكن حكام المسلمين وقد ترقوا الأرض لزراعها في مصر والشام والعراق عملوا على تنشيط الزراعة فشقوا التراع والقنوات للري وأقاموا الجسور وعملوا على إحياء الأرض الموات كل ذلك وهي في أيدي أصحابها وقد وضح أبو يوسف فرقنا بين أرض العشور وأرض الخرج فذكر أن الأرض التي يسلم أهلها وهي في أيديهم هي أرض عشور لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى ذلك مع أهل المدينة وأهل اليمن وأما الإمام إذا ظهر على أرض وتركها لأهلها فهي أرض خرج أما إذا قسمها بين الفاتحين فهي أرض عشور وذكر في هذا ما فعله عمر في أرض العراق إذ تركها لأصحابها فكانت أرض خرج وكانت هذه الأموال توزع على المسلمين في أي مكان وترسل للضحاف منهم وكان عمر يقول ليأتي من الراعي نصيبه من هذا المال ويهوى باليمن ودمه في وجهه كما كان يقول والله الذي لا إله إلا هو ما أحد إلا وله في هذا المال حق وما أحد أحق به من أحد وما أنا فيه إلا كأحدكم ومن هذا المال الذي لا نشقة فيه ولا إكره عيسر المسلمون وانعدم الفقر فينا بينهم حتى إن الولاه كانوا يسألون عن الفقير المستحق أو طالب العون فلا وجدون ليست هذه اشتراكية ولا شيوعية ولا رأسمالية ولا استدادية وإن ما هو نظام الإسلامي ثبت صلاحه واستقامت عليه حال الأمة زمنا طويلة ولم تفسد إلا بعد أن تركت وجاء في كتاب تاريخ البشرية أن العرب حاكوا أسلافهم الساسانيين واقتبسوا منهم طريقة معاملة أهل الظنة وأن اليهود ومختلف الفرق المسيحية ظفروا بتسامح حقيقي حتى الزرادشتيين وكانت لهم جاليات كثيرة في العراق ظفروا أيضا بتسامح ممهتل والواقع أن معاملة المسلمين كانت مبنية على اجتهاد فقد نظروا إلى معانل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل المدينة واليمن ونجران وخيبر ثم استنتجوا من ما ينبغي أن يعملوا ثم أن تصرف عمر مع أهل العراق كان عقب فتحها مباشرة وقبل أن يندمج بالأهليين ويعرفوا منهم نظام الساساني أما ما ذكره من التسامح مع كل الطوائف التي ذكرها فتلك سجية الإسلام والحمد لله أن يعترف بها كاتب أجهد نفسه في تلمس الثغرات في بناء النظام الإسلامي وأخيرا يذكر الكاتب في شيء من الدهشة تحريم الردى تحريما قابعا وتحريم أي فائدة تأخذ عن القرض المالي ومع هذا لم تحاول الهيئات المسؤولة أن تجد تحليلا أو محاولة للتخلص من هذا القانون وعزى ذلك إلى صراحة الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الردى أضعافا مضاعفة ونحن نضيف إلى ذلك هذه الآيات قوله تعالى الذين يأكلون الردى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الردى وأحمى الله البيع وحرم الردى وقال تعالى ينحق الله الردى ويرد الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الردى إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وقال تعالى وما آتيتم من ربا ليربوا في أبوال الناس فلا يربوا عند الله وقال تعالى وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المبعفون انتهى الشريط الرابع وللكتاب بقية على الشريط التالي الوجه الأول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب ونفخر بأن الإسلام هكذا دين تعاون وإخاء وليس دين استغلال فهو يدعو لمعاونة الفقراء وينهى عن استغلال عوازهم فالإنسان يمتاز بإنسانية وليس كذئب السوء لما رأى دما وصاحبه ويما أحال على الدني هذا من الناحية التشريعية أما من الناحية العملية فقد رأينا الربا هدم كثيرا من القيود بل وهدم الأمم أيضا وكان يسيلة من وسائل المستعمرين في العصر الحديث وهو الذي أذن مصر مرتين وسمح للأجانب أن يبعوا أيديهم في سياستها وشؤونها الداخلية والخارجية جميعا وهو أيضا وسيلة استغلها اليهود لجمع المال وتحقين الآخرين ونحن لا نستسيغه ولا نبحث عن نسيلة نستحبه بها والحمد لله الذي نهان عنه وجعله بيننا محرما أنثلة من التحامل تناثرت في كتاب تاريخ البشرية تهم هنا وهناك بعضها مر عابرا كأنه شيء معروف ومسلم به وبعضها استنتجه الكاتب استنتجا وبعضها منشأه سوء فهمه للموضوع الذي يتعرض له ومنها أولا القرآن والسنة أكسب الشريعة جنودا في حتام الحديث عن المذاهب الفقهية ذكر الكاتب أن الرأي والإجماع تضاءل أثرهما بعد القرن الحادي عشر الولادي واحتفظ القرآن والسنة بأهميتهم التشريعية وهذا ما وصل التشريع الإسلامي بالجنود وعدم قابليته للتطور والتغير وملاحظة الكاتب هذه ترجع إلى ما رسخ في ذهنه من أن الشريعة الإسلامية مزيج من شرائع شبتها وأن الإسلام نفسه منفق من عدد من الديانات لهذا كان يريد للشريعة الإسلامية أن تظلم قيدة بالقرآن والسنة ولو أن الشريعة الإسلامية تخمت من أي منهما ما كانت إسلامية ثم إما القرآن والسنة وضح أسس القوانين ووضع مبادئ القانون الذي وصفه هو بأنه شامل دقيق وفي إطار المبادئ التي رسمها يمكن أن يتطور القانون ويختلف من مكان إلى آخر وقد تطور فعلا قبل هذا التاريخ وبعده وكان في كل إقليم ملائما لبيئته وفي كل زمن مرآة بحضارته لأن القرآن والسنة وضع الأسس الأولى والإطار العام وبقي لكل مجتهد نظره وبهذا تعددت المذاهب الفقهية واختلفت وجهات نظر الفقهاء أما أن يتطور القانون فيبيح شيئا حرمه الله كأن يخل التعامل بالربا باسم التطور ومجارات الأحداث فهذا لا يعد مرينة بل يعد خروجا عن الإسلام ثانيا الحاكم مستبد مطلق قال إن سلطة الخليفة كانت مطلقة في كل مكان ولم يكن هناك نظام يتدخل بين الحاكم ورعاياه لتقييد سلطته وكان ذلك بعد أن تفككت الخلافة والواقع كما ذكره أيضا أن الخلافة تحولت ملكا منذ بايع معاوية ابنه وزيد ثم درج الخلفاء على ولاية العهد لأولادهم في العهد العباسي أودا وهو نظاما استفادوه من الفرس ولا ريب ولكن مع كل هذا لم يكن الحاكم الإسلامي مطلق اليد لا في العاصمة ولا في الأقالهم وإنما كان هذا بعد أن استبدأ الأتراك بالحكم وقد أخذ هذا الاستداد منهم يتجلى رويدا رويدا حتى استبدوا استدادا مطلقا ولكن لا هم كانوا يمثلون الإسلام ولا طريقتهم إسلامية ويحدث ابن الأتير أن هؤلاء عدثوا بالناس في عهد متوكل فبينما هو يمشي بالمدينة قال له بعض الناس فقال له احبس جندك وإلا حاربتك قال الخليفة فبين تحاربني قال أحاربك بجنود الليل الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما فاستمع لهم المتوكل ثم بنى لهم سام الرعا ونقلهم إليها والأتراك بدأوا يتدخلون منذ عهد المعتصم العباسي وفيما قبل ذلك كان الرعاية يستطيعون تبليغ شكاواهم من الخليفة وكان القضاة وليس الخلفاء هم الذين يقومون بالفصل بين الناس وقانونهم هو الشريعة الإسلامية بقطع النظر عن اختلاف المذاهب وقدفرت صاحب العقد الفريد كتابا للنواعظ والزهد وهو مليء لما وعظ به العباد رجال الحكم من الخلفاء وغيرهم ويكفي أن نثبت صلاحية الحكم الإسلامي بما ثبت من تقدم الشعب ورفاهيته في عهد الخلفاء الراشدين فالفساد الذي طرع في عهد متأخر لا يرجع إلى قانون الإسلام وإنما يرجع إلى التخلي عن قانون الإسلام المعتزلة وبشرية القرآن يبدو أن الكاتب لم يفهم المشكلة التي ثارت في عهد المعتصم وابنه الواثق وعذب فيها ابن حنبل وغيره بسبب الإفتاء بأن القرآن مخلوق أو غير مخلوق فقد ظن أن الذين قالوا إنه مخلوق وهم رجال معتزلة يقولون إنه من كلام البشر وليس الأمر كذلك فالمناظرة كانت تدور حول قبله باعتباره صفة لله أو قوله محدثا باعتباره شيئا خلقه الله وليست كما فهم أنهم قالوا ببشريته ونحن الآدمين محدثون والوجود كله محدث ولكنه أيضا من خلق الله سبحانه وتعالى ولن يقل أحد من المسلمين أبدا أن القرآن من كلام البشر والمسألة كلها قامت على المبالغة في تنزيه الله تعالى وإفراده وحده بالقدم وكما أن الناس والعالم كله من خلقه سبحانه ولا خالق غيره فالقرآن أيضا من خلقه ولا منشئ له غيره ومن المعروف أن الفكرة وجدت عند غير المسلمين قبل الإسلام ومادى بها أفراد في العصر الأموي وعوقبوا وكان الخليفة العباسي أول خليفة دعا إليها وحربه عليها جماعة من علماء المعتزلة على رأسهم أحمد بن أبي دؤاد ولم يكن أي منهم غافلا عن إعجاز القرآن وإدراك أنه كلام فريد لا يتأتى من البشر أن يؤلف مثله فلا مجال لهذا الفهم الذي فهمه الكاتب الحسبة في الإسلام مرابب الحسبة أوجه الإصلاح العملي في حياة الناس أو هو لوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولكن بطريقة عملية وقد بدأت بداية مبكرة بأعمال يقوم بها ذي العقل والعلم والتقوى احتسابا على الله وطلبا للأجر منه وحده والحسبة مشتقة من هذا إذ قال فعلت هذا الأمر حسبة واحتسابا وبتقدم الحياة وتطويرها أصبح في الدولة موظفين يقومون بالحسبة وعملهم إرشاد الناس ولهيهم عما لا يجوز ولكنهم لا ينبكون عقوبتهم بل يرفعونهم إلى القضاء إذا لم يستجيبوا وكان ولاة الحسبة مثلا يمرون بالأسواق فيمنعون غش البضائع وينظرون في الأسعار والموازين كما كانوا يقومون بالإصلاح بين المتخاصمين ويعمرون بالرفق بالحووان والأقفال والشيوخ ورعاية المرضى وهكذا ويرى كتاب تاريخ البشرية أنها نظام نقل عن الساسانية وربما صح هذا في تعيين موظف مختص بهذا العمل ولكن لا نجد دليلا كافيا في ذلك وإذا رجعنا إلى جبيرها في الإسلام نجد أنها فرع أو نوع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي قرر في القرآن الكريم ونجد في عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأقواله ما يدخل في هذا وقد مر صلى الله عليه وسلم برجل يبيع قمحا فضرب يده في داخله فيجد به دللاء فالهى الرجل عن إخفاء القمح المذلا وأمره بأظهاره حتى يكون المشتري على علم بما يشتريه وكان عمر يجول في المدينة ليلا ليسمع مقالة الناس فيه أو شكواه منه أو ما عساه يكون في أعمالهم من خطأ أو سلوكهم من الخرعف فإذا رأى من أعمالهم شيئا غير جائز شرعا نهاهم عنه ويوجههم إلى العمل الصواد ونجد ذلك في أعمال الخلثاء حتى الأمانيين فكان هشام بن عبد الملك يمر بالأسواق بنفسه ويراقب هذه الأشياء حتى حزم البقل كان يأمر الباعة بزيادتها أحيانا ونسنا بصبب الحديث عن الحسبة ولكننا لا نرى مجارات الباحثين أنها نظام مستعار أساسا بل هو منبثق عن الإسلام حاشية انظر بحثا من أستاذ موسى الحسين من بحوث المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية وهو من البحوث الجيدة المستوفة وهو يقرأ أيضا أن الحسبة نظام إسلامي دحل آثار هذه الحكومة تقاس القيامين ونظم الحكم عادة بنتائجها فلنغضي عما وصف هؤلاء به الإسلام فليكن نظاما مقتبسا أو غير مقتبس أو مجحفا بالشعوب التي حكمها ماذا كانت نتيجته بعد كل هذا الذي يقولون مرة أخرى أدع الدكتور فليب حتي وقد وصف محمدا صلى الله عليه وسلم في غير موضع وغير كتاب بما لا يقبله المسلمون يتحدث عن هذا النظام قال لم تكد تمر مئة سنة بعد وفاة مؤسس الإسلام حتى صار أتباعه سادة لإمبراطورية أعظم من إمبراطورية ريما في إبان مجدها إمبراطورية امتبت من خليج باسكاي إلى نهر السند ومن تخول السين وبحر آرال إلى الجناد من العليا في المين وكان اسم هذا النبي العربي مقترنا بلفظ جلالة تردده الأنسل خمس مرات في اليوم من آلاف المآذن المتناثرة فوق جنوب أوروبا الغربي وشمال أفريقيا وغرب آسيا ووسطها ثم أفاد هذا المؤرخ الكبير في وصف دمشق في العهد الأموي إذ كانت عاصمة هذا الملك الشاسع وكان قصر الأمويين يتنألأ في جوفها كالنؤلؤة وسط الحدائق الزمردية التي تخيط به هذا الوصف الضافي بما فيه من عبارات شعرية يتناول جانبا خاصا من الحياة الاجتماعية وهو مظهرها المهدده وبقي أن نذكر بعد هذا أن الشعوب التي كانت في ظل هذه الحكومة الإسلامية كانت أسعد الشعوب التي عاشت في مثل هذه الدولة الواسعة لما كانت تتمتأ به من حرية ومساوعة وقد ذكر كاتب تاريخ البشرية في حديثه عن هذه الدولة الواسعة أن الإمبراطورية الرمانية كانت تحوي أيضا أجناسا عديدة تنطوي كلها تحت سلطان واحد وكان ينظر أن يذكر أنه كان هناك فوارق واسعة بين سكان الإمبراطورية الرمانية وأن الحاكم في ريما أو بيزنطة كان يغرق في ترف لا حد بوصفه بينما كانت الشعوب المغنوبة تعاني سوء الهوع لننظر مثلا إلى مصر في العهد الرماني وفي العهد الإسلامي لقد رزحت تحت نير هذا الحكم فترة تزيد على ستة قرون لم تكن خلالها إلا مزرعة للقلح الذي تعيش عليه رمع وكان الجيش الرماني هو الذي يحميها أما القبط فكانوا قبل كل شيء زراعا للرمان ومن يستمتعوا ييما بحرية الحقيدة حارب أحد عشر إمبراطورا عبادة إنزيس فلما جاءت المسيحية حاربوها حربا يعرف عصره بعصر الشهداء لكثرة الضحايا البشرية التي قدمت وقودا بالنعر وحين اعتنقت الدولة ديالة المسيح لفكرة سياسية اتضحت في ذهن الإمبراطور قسطنطين أجبر المصريين على التحول إلى المذهب الملكاني فلم تحترم حريتهم الدينية ولا دماؤهم وأرواحهم في أي من العهدين وإذن فلا ثقافة ولا حرية ولا رحمة في التعذيب أما الفاتح المسلم وهو عمر بن العاس فهذه فقر من عهده التي قدمه تلقائيا للكدقى بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عمر بن العاس أهل مصر من الأمان على أنفسهم وملتهم وأموالهم وكلائسهم وطبالهم وبرهم وبحرهم لا يدخل عليهم شيء من ذلك ولا ينتقب من دخل في صلحهم من الروم والنوبة فله مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم ومن أبع واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ نأمنه أو يخرج من سلطاننا على ما في هذا الكتاب أهد الله وذنته وذنة رسوله وذنة الخليفة أمير المؤمنين وذنة المؤمنين ولم يكن مجرد واحد ولا عملا سياسيا لتأليف القلوب بل وفا عمر بكل حرف في أهده أليس القبط حينئذ على حق في حب هذا الحاكم والتثاني فيه وبقيت بنصر كنائس لعاقبة وكنائس المدنفستين وظل القصص من كل كنيسة يدعون لمذاهبهم ومن شاء من القبط أن يتخذ من هذا المذهب أو ذاك كل هذا ومساجد المسلمين أيضا مفتحة ثم هي دور ثقافة ودرس وكان الماري بمسجد عمر يسمع للقراء دويا كدوي النحل ولقد كان الخليفة مرة في حاجة إلى المان واستطع خراج مصر فدعث إلى عمر يستعجله فلم يبعث إليه شيئا واستمهله فكتب إله ثانيا وهذه المكاتبات غاية في الشدة من جانب الخليفة وغاية في التريث من جانب عمر وأخيرا كتب عمر يقول أن بعد فقد أتاني كتاب أمير المؤمنين لاستطئني في الخراج وعزعم أني أعند عني الحق وإني والله ما أرغب عن صالح ما تعلم ولكن أهل الأرض استنظروني إلى أن تدرك غلتهم فنظرت فكان الرفق بهم خيرا من أن يخرق بهم فيسير إلى ضيع ما لا ذنى عنه فلم يسعي الخليفة إزاء هذا العذر إلا قبول رأيه وقد أصلح عمر مرافق الزراعة التي أهمرها الرمان وأعثى القرى التي فسدت مرافقها من البرائد حتى يصلحها وإذن فليس مساوات الدولة الإسلامية بالإمبراطورية الرومانية في كثرة أنواع الشعوب شيئا ذابان وإنما يجب النظر إلى حال الشعوب وطرق معاملاتهم الرقيق في الإسلام ودول أوروبين لا يستقل الحديث عن الأرقاء أن يخصص له عنوان خاص أو أن يكتب عنه كلام كثير فكاتب تاريخ البشرية لم يتعرب للحديث عنهم طويلا ولكن ذكر عنهم كانوا أطبقة الدنيا في الشعب وذكر بجانب ذلك أن الذنين كانوا ملاقون هوانا ويجبرون على اتخاذ زي خاص ولا يسمح لهم بركوب الخيل ثم وازن بين الحكومة الإسلامية والحكومات التي يوجهها البرلمان مثل الحكومة الفرنسية أما الحديث عن نظام الرقيق فقد أفاد فيه الكثيرون وليس فيه ما يؤاخذ به الإسلام إذ هو كان نظاما شائعا في أسر الحرب وفي كل الدول والقبائل التي كانت موجودة في ذلك الوقت ولكن الإسلام في الواقع شرع تحرير رقيق وحث عليه وجعله كفارة لكبائر الذنوب ثم وضع نظام المكاتبة والزواج التي تصور به الأنثى أم ولد وهكذا أنشأ نوافذ للتحرير قد تكون واسعة أو غير واسعة أما معاملة الرقيق فقد حفلت الكتب الإسلامية بوجود مراعاتها وكان الأرقاء يتمتعون بحرية وحسن معاملة من يوجد مثلها قبل الإسلام وإذ ذكر الكاتب هران الظنيين وعزا نفترضه استدادا بعدم وجود البرلمان الذي يرد الحكومات فلنذكر أن الظنيين لبسوا زياً يمنوزهم في عهد الخليفة الورع عمر بن عبد العزيز وأنهم أنزموا بمظهر أقل من مظاهر المسلمين ذلك لأنهم على غير الإسلام ومظهرهم بنظاهر الأبهة والتعالي قد يجذب إليهم من يقلبونهم في عاداتهم أمت إلى يرضاها الإسلام ولكن بجانب هذا التمييز لم توجه لهم إهانات ولم يحرموا حقوقهم الإنسانية وإذكرنا هذا بمدنية الأوروبيون المستعمرين في العصر الحديث لقد رأينا الحاكم الإنجليزين في السودان إذا أراد أن يركب جواده يتقدم أي شخص سوداني فينحمي أمامه حتى يضع الحاكم الإنجليزي قدمه على ظهر السوداني ثم يمتطي جواده وهذا في القرن العشرين حاشية أسجل هذا الحدث وبيننا كثيرا من السودانيين رأيه بأيينهم وسيف يكون أمرا عجيبا في نظر الجيل المقبل ولكن هذا هو الواقع انتهت الحاشية ورأينا الحاكم الإنجليزي يستدع الرجل السوداني فينهبه بالسوق حتى يدمي جسمه لأنه مر به راكبا ولم ينزل من فوق حماره حين رأى الحاكم الأبيض كل هذا ومن الانجليز وحدهم المكان المنتاز في السكنة وصدر المطأ في المجلس والرواتب السخية الباهبة وهي من دم السوداني المسكيون ولنرجع قليلا إلى الوراء لنرى ما فعل الأوروبي الذي استعمر أمريكا بسكانها الأصليون وبسكان الأفريقيين على السوع أما الهنيق الحمر فلم يكون مرمون بالرصاص فقط ولكن كانت النار توقب في الغادة فتفلت الحيوانات الأوابض منها وتشوى لحوم الآدميين وتأكلها النار ثم تستسلح الأرض للزراعة وفي القرن السادس عشر والسابع عشر خصصت سفن كبيرة تعبر المحيط كي تجمدت سنوج الأفريقيين لفلح الأرض في أمريكا وابتبعت طريقة قريبة من الأولى كان هناك قلاصون يحجمون على الطبائل والأسر فينهبون من ينهبون ويقتلون من يتعرض من قاومتهم كان الطفل ينتزع من أبويه وتأخذ الفتاة من بين يويها لأن المستعمر الأوروبي كان يأثر الشباب لقدرتهم على العمل وقابليتهم للتطور وللحاجة لعدد وفير كانوا يحيطون مساكن القبيلة بدائرة من النار تجبرها على الفرار ثم يجبرها الحراس أن تتوجه إلى السفينة وهناك يختار من يختار ويترك من يترك وأثناء الرحلة في البحر كان الكثيرين يموتون وكانت أجسامهم تلقى في الماء ومن العجيب أن طوير البحر ألفت هذه السفن فكانت تتبعها في رحلاتها محققة ما تخيله النابغة الذبياني من قبل في قوله إذا ما غضي بالجيش حلق فوقهم عصائب طير تدي بعصائبي وحول ما عانى المليونين في أمريكا من الحوان قلت قصص ليست حوادثها المتخيلة بعيدة عن الواقع ومنها قصة كوخ أنعمتون التي ترجمت من يغاتين شتى ولمع اسم الرئيس إبراهام منقمن كمحرر للعبيد ولكن العبيد في الواقع لم يتحرروا ولا تزال لهم إلى اليوم في أمريكا مشاكل لم تحل وما أحوج هؤلاء المساكين إلى القانون الإسلامي ولما يشأ أن يوازن بين حياة هؤلاء المليونين حتى في الوقت الحاضر وحياة الذنيين التي ينتقدها كتاب تاريخ البشرية والحمد لله الذي هدانا للإسلام وصدق الله إذ يقول لنبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لهذا ينتهي كتاب الإسلام والمستشرقون من تأليف الدكتور عبد الجليل شلبي أخي الكريم قرأ هذا الكتاب عليكم الأخ عبد الله العليني والآن فضلا اقلب الشريطة لتستمع فيما تبقى منه إلى مادة إضافية لماذا تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم تسع نساء من تأليف عبد القادر أحمد عطى ونشر دار البيان بسم الله الرحمن الرحيم تشريع التعدد قبل أن نبحث سر تجاوز الرسول صلى الله عليه وسلم للعدد المشروع للأمة من الزوجات لا بد أن نبحث أولا سر التشريع في تعدد الزوجات للرجال وتبديل الأزواج للنساء ولكي نصل إلى نتيجة حاسمة في هذا الصدد لا بد أن نتعرض للموضوعات التالية بالبحث ألف مقاصد الزواج الإسلامي با تشريع التعدد للرجال جين تشريع التبديل للنساء ألف مقاصد الزواج الإسلامي الأساس في مقاصد الزواج في الإسلام قوله تعالى خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولقد فصلت السمة المبوية هذه المقاصد في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بخير ما يكنز المرء المرأة الصالحة وفسر صلاح المرأة في قوله التي إذا نظر إليها زوجها سرت وإذا أمرها أطاعت وإذا غاب عنها حفظت وفي بيان آخر قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمن وفي رواية فإني مباهن بكم الأمن وأوصى بزواج الأبكار في قوله لجابر هل لا بكرا تداعبها وتداعبك فما أجمله القرآن الكريم في السكن والمودة والرحمة كشفت عنه السمة في تفاصيلها في سرير النفس وطاعة الأمر وحفظ العرض والمال والولد فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما تحبث عن الزواج فقد عمد إلى تفصيل معنى السكن في بيت الزوجية الذي يعتبر المموذج المثالي الإسلامي للمجتمع الهادف المتميز بين مجتمعات الأديان الأخرى بسنات سنعرض لها وشيكا أما المودة والرحمة فهما متفرعان عن السكن بين الزوجين من جهة وبين الزوجين مجتمعين والأبناء من جهة أخرى وبينهما وبين الرحم القريبة التي هي الصهر والقرادة من جهة ثالثة وقد أفاضت السنة في موضوع سلة الأرحم وفي حقوق الآباء والأبناء وفي العوامل التي تحفظ السكن بين الزوجين من الزلازل ومن ثم تحفظ المجتمع كله من الفتن انطلاقا من البيت الساكن السعيد والسكن بين الزوجين من السكون وهو يعني السكينة والدمأنينة والإخلاب إلى الراحة النفسية والجسدية في رحاب الحنان الأنثوي المشروع ولا يكون ذلك إلا إذا توفرت في الزوجة الصفات التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أولا أن تكون الزوجة مصدر سرور زوجها ولا يكون ذلك إلا إذا صفى قلبها من شوائب الحقد والغن والعقد النفسية والعناد ومن ثم تسفو ملامحها من الانعكاسات الكئيبة ويبرأ لسانها من البذاءة ولدد الخصومة فتصبح حينئذ مصدر سرور من سماحة الوجه وجمال البسمة الراضية ومطف الكلمة الحامية وخفة المرح البري وسطوة الجاذبية العميقة وحلاوة الرقة وسلطان الذات الداخلية ثانيا أن يكون السرور المشع من الزوجة على ظاهر الزوج وداخله مقرونا بطاعة في غير معصية فلا تجادل بالباطل لأن قلبها قد خلى من العقد ولا تثور لأن إيمانها بشخصيتها يدفي عليها السكينة والجمال ولا ترفض الأمر المشروع لأنها ترى في طاعة الزوج امتدابا لأثر أمثتها الفائقة في قلبه فما أطاعته في ظاهر الأمر إلا بعد أن شعرت بفيض حبها يتدفق من ملامحه ومن كل حركة من حركاته ثالثا أن تكون حافظة للمال والعرض فلا تتصرف في ماله بغير إذنه ولا تخونه في أرضها مع غيره لأن الخيانة في المال دليل على عدن الاستقرار النفسي للزوجة مع زوجها فهي بذلك تحتاط لنفسها من غدره وما ذاك كله إلا لأنها قد فقدت عنصرا من العنصرين السابقين فعجزت عن أن تكون مصدرا لسرور ومن ثم فقد تمردت على نفسها ورفضت الأمر ثم شعرت بمصيرها المرتقب فاتخذت لنفسها الحيطة بخيانة المال وهكذا خيانة العرض تبدأ من عدم أهلية الزوجة لإشعاء السرور والسكينة في قلب الزوج ومن شعورها بالعكاس كآدتها في قلبه وبنفوره منها فما تلبث أن تمزق بيدها سطر الشرع وتلجأ إلى المتعة المؤقتة التي لا تتقيد بشرط ولا يتيح وقتها القصير الفرصة لانكشاف نفسيتها على حقيقتها رابعا أن تكون ولودا وليست عقلما فالإنجاب مقصد الرئيسي من مقاصد الزواج في الإسلام لتكثير أعداد المسلمين استعدادا لانطلاق أبناء الإسلام نحو هدفهم الذي أراده الله منهم حين وصفهم بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وبقوله مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني فالدعوة إلى الله تشريع ماضي في الأمة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد حياته إلى أن تكون الساعة وقد أكد الله تعالى على الأمة أن تكون على استعداد كامل بكل عناصر القوة البشرية فالعلم والمال والصناعة والحرب لتخطيط الدهوة فقال تعالى وعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم فهذا الساداد لا ينزل منه أن يكون هناك حرب ميدانية قائمة وإنما هي الحرب الوقائية التي تمنع الصدام المسلح حينما يتفوق المسلمون في القوة أي أنه استعداد لازما في السلم والحرب جميعا فالإنسان المسلم مكلف إلى جانب عمله في نماء المال والعلم والعمل بمواجهة العدو حينما يتصدى لدعوة الإسلام لأنه مكلف في الوقت نفسه بإعلان الإسلام على الناس جميعا وقد قال الله تعالى في ذلك وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة فتكاثر المسلم إذن ليس تكاثرا للمباهات والزينة المجردة وإنما هو تكاثر الهادف تميزت به أمة الإسلام تحت شعار الأمر بالمعروف واللهي عن المنكر فما من دين كلف أهله بقمع المنكر بكل وسائل القمع ومنها السلاح غير دين الإسلام ومن هنا كان تكاثر المسلمون أمرا لازما حتى يتحقق مراد الله على الوجه الذي شرحناه خامسا أن تكون الزوجة صالحة والصلاح في ذاته وسيلة لتحقيق تلك المقاصد باعتباره مقصدا من مقاصد الإسلام يجب أن يجاهد الإنسان نفسه حتى يصل إليه فصلاح الزوجة يعينها على إدخال السرير على زوجها وعلى طاعة أمره في غير معصيه وعلى حفظ ماله وعرضه كما يؤهلها لأن تكون مدرسة جامعة لتخريج الأبناء الصالحين والواعين لرسالة الإسلام ولمراد الله من شذاب الإسلام بما تبثه في قلوبهم من أصول البذل والفداء في سبيل الله سادسا تحقيق المودة والرحمة بين الزوجين نتيجة لسكون كل منهما إلى الآخر وللسعادة النابعة من المقاصد السابقة وثمرة حلوة للولد الذي يعتبر أصلا لشجرة المودة والرحمة في بيت الزوجية وللصلاح الذي يغذيها بالإرواء والنماء حتى تمتد إلى الصهر القريب والبعيد للبيت الواحد ومن ثم إلى كل ما يرتبط بالبيت بالصهر والنسب الإسلامي والجسبي على السواء وبذلك تتحقق أخوة الإسلام بين مجتمع إسلامي كله ويتخذ الهدف العالمي للزواج مكانه الصحيح في الأسرة السعيدة ومتى تحققت أخوة الإسلام تحقق الإثار وتأكد نجاح المسلمين في الدعوة إلى الله على الصعيد العالمي كله إذ لا يرجى نجاح لأمة مفككة الأواصر والروابط وليس أصدق من الله تعالى حين قرن الشدة على الكفار بالرحمة بين المؤمنين فقال في المؤمنين أشداء على الكفار رحماء بينهم وحين هدد من يهدد الرحمة بالقطيعة في قوله ومن قطعها قطعته وهكذا نرى الإسلام في قمة عظمته لا يغفل جاندا من الجوانب الإنسانية إلا تعهدها بالإرواء والنماء في مدرسة الزواج الإسلامي الفريد بين عقود الزواج في الشرائع الأخرى فالإرواء العاطفي يبدأ منطلقا من السرير الذي يشع من كيان الأنثى على كيان الرجل فينعكس من كيان الرجل انفعالا بالنهفة والاحتواء الذي يتحول من كلا الطرفين إلى رغبة جامحة في الإرواء الجنسي ونماء الفطرة البشرية ملحوظ من سيطرة الرجل وخضوع الأنثى والنماء الخلقي يتمثل في قمة الأخلاق الإسلامية وهو الأمانة التي هي كل الدين في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دين لمن لا أمانة له ومناء العقل نتيجة للصلاح الذي هو ثمرة الفهم الواعي لشرائع الإسلام وأسرارها وما يزال العقل ينمو كلما ارتوى بحكمة الإسلام وما تزال حكمة الإسلام تعمق وتتسع حتى يقف الإنسان في مكانه الإسلامي الصحيح يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه ويكره له ما يكرهه لها إلى أن يتجمع الحب كله لله فيبيع ما له ونفسه لبارئه وخالقه في سبيل دينه وشريعته من هنا كان الصلاح في الدين عاملا مشتركا يتدخل في كل ما يغري الرجل بالزواج من الأنثى فالإسلام لم يكبت مشاعر المسلمين ورغباتهم وإنما حاول أن يقصنها من الشطط والجموح بالصلاح في الدين كالناس يرغبون في الأنثى بسبب الجمال أو المال أو الحسب أو النصب والجاه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد بحكمته الأمة إلى سواء السبيل في قوله تنكح المرأة لأربع خصال لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها فاذفر بذات الدين تربت يداك وليس معنى هذا أن تكون خلوا من الجمال أو المال أو الحسب بل معناه أن الدين له اعتباره في كل حال من أحوال الإغراء بالزواج ولا يصح أن ينفرد عنصر من عناصر الإغراء دون أن يكون الدين قريما له وعاصما من الجموح عنه إلى غيره من زائل المتع ويغلب على الظن أن ذاك ما كان لسبب أخروي خالص وإنما كان ذلك لتتمكن الأم من إقامة الأبناء على طريق الإسلام على المستوى المحلي والمستوى العالمي جميعا كما أوضحنا فالإنسان المسلم ليس إنسانا محليا لقدر ما هو إنسان عالمي مطالب بالضرب في الأرض والهجرة من مواطن الظل وفي كل حال عليه أن يكون داعيا للإسلام بكل وسائل الدعوة وفنون الإعلام فكان لذلك في حاجة إلى مناخ إسلامي في العقل والروح والأخلاق والأمانة لا تستطيع تهيئته إلا أم مؤمنة صالحة وأب مؤمن صالح ثانيا تشريع التعدد للرجال رغم أن الإسلام حدد للمسلم طريقه إلى الزواج الناجح فقد يحدث خطأ في الاختيار أو تكون طبيعة الزوجة معيبة بعيد لا يمكن كشفه عند الاختيار وفي كل الحالين لا يكون السكن منشود من الزواج بل هو النفور والاكتئاب والظلام المطبق على بيت الزوجية يطغى حب المال أو الحسد على اختيار الجمال فلا يغني المال عن السكن النفسي إلى الزوجة ويطغى حب الجمال على الدين فلا يغني الجمال حين تكون الخيانة ويكون الاسيان وتكون الزوجة عقيما تحل الوحشة محل التراحم وتتعطن طبيعة الأنثى وتطلعات الرجل فيصاب البيت بالاكتئاب والعقد النفسية القاتلة وتكون الزوجة منثرة ببخر الفم أو دفر الجسد أو رتق الفرج أو ضعيفة لا تحتمل قوة الفحولة في الرجل فيختن الصفاء ويصاب الرجل بالإسواس وفي ذلك يقول الإمام الغزالي إن الشهوة إذا غلبت ولم تقاومها قوة التقوى جرت إلى الفواحش وإن كان صاحبها منجما بنجان التقوى فغايته أن يكف الجوارح عن إجابة الشهوة فيغد البصر ويحفظ الفرج أما حفظ القلب عن الوساوس والفكر فلا يدخل تحت اختياره بل لا تزال نفسه تجاذبه وتحدثه عن أمور الوقاع ولا يفتر عنه الشيطان الموسوس إليه في أكثر الأوقات وقد يعرض له ذلك في أثناء الصلاة حتى يجري على خاطره من أمور الوقاع ما لو صرح به بين يدي أخص الناس لا استحيانه والله مطلع على قلبه هنا يختل السكن ومن ثم تنهار الموبة والرحمة وتتلبد سماع التقوى والصلاح بغيوم الوسوسة والفساد واختلال السكن يهن الرابطة الرئيسية التي تشد المجتمع بعضه إلى بعض ويسقط عامل التفوق العسكري العالمي الذي أراده الله ممن يجب أن يقاتلوا في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوس لأن هذا العامل لا يتحقق إلا بعامل عالمي ممثل حدده الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى وما المودة والرحمة بين المسلمين إن انتبادا للمودة والرحمة في البيت الواحد تحت ذل الزواج الإسلامي السعيد إن المجتمع المترابط برباط المودة والرحمة مهما تباعدت الديار واخترفت الأجناس لا يمكن أن يقوم على علاقات زوجية لا سكنة بين أطرافها ومن ثم فلا مودة ولا تراحمة بين أفرادها جميعا لأن عناد الأسرة وهما الزوجان إذ ذاك قد أصيب بالكآبة والنفور ومضى كل منهما في البحث عن السكن خارج البيت وفي أحسن الأحوال تصاب التقوى في القلوب للوسواس وهو أشره ما تصاب به علاقة الإنسان بربه على الإطلاق وزوجان الذين لا يتحقق بينهما السكن يفتدان الثمرات الشرعية للزواج كما يسهمان إن بقي على حالهما في أن يفقد المجتمع الإسلامي كله القدرة على إثبات الوجود الإسلامي حقيقة واقعة أو معلامة في ديار الكفر كما أمر الله وتحقيقا لمصالح العباد الخاصة ولمصلحة الدعوة الإسلامية العامة فقد كان تشريع الإسلام بذيغا حكمة حين أباح إصلاح الخطأ وتدارك الخمل أما بإما بتبديل الزوجات أو بتعددهم تدعا لقدرة الزوج عن احتمال الأعداء الأدبية والمادية المشروعة وذلك للتنفيذ عن عقدة الاكتئاب اللاحقة بكل من لا يعيش في ظل السكن والمودة والرحمة أو يحرم من النسل الضروري لتحقيق ذات الزواج ولبناء القوة الإسلامية المأمور بها في كتاب الله تعالى فالإسلام يحد من حرية المرأة العجزة عن بناء السكن الآمن الدافئ الذي يؤوي إليه الرجل بيجدد فكره وعاطفته حينما يشويشها صخب العلم ويحد من طاقة الإجهاد ومشكلات الحياة يحد من حريتها بمنافس لها من جنسها يشاركها الحياة مع زوجها مع ضمان العدالة لهم في كل الحقوق فربما كان المنافس الجديد محركا لما خمد من قدرات الزوجة الأولى في بعض الحالات على أن الإسلام حينما أحاطت شريع التعدد بالتحفظات ومنها العدل وعدم الاستجابة لدوافع الطلاق إلا بعد محاولات لتجنبه كالعقوبة ثم التحكيم فإنما أراد بتلك الاحتياطات دفع العقل الإنساني إلى العمل المتسامي لعلاج المشكلات الداعية إلى الطلاق أو التعدد وحتى في حالة الكراهية فإن الإسلام أهاب بالمسلم أن يقوم شعور بالكراهية بحافظ غيبي صادق فقال تعالى فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وكم ما في تشريع التعدد أنه يهدر بعض المصالح الشخصية للمرأة العاجزة بطبعها أو باختيارها عن تحقيق السكن وتحريك المودة في قلب الزوج في سبيل تحقيق المصلحة العامة التي تشمل سلامة المجتمع وضمان سير الدعوة إلى غايتها فالثيرة على تشريع التعدد إنما هي مفاضلة ساقطة بين المصلحة الفردية المعجوز عنها من جانب الأنثى والمصلحة العامة المقطور عليها بتشريع إصلاح الخطأ وإعادة البيت الإسلامي إلى مكانه الطبيعي من الوئان وإنتاج الأبطال والعلماء وهي كذلك مفاضلة تتسم بالسفه وقصور الفكر وتدفع إلى اتخاذ الخليلات والأخدام في مكان الزوجات والأزواج الأمر الذي دعا إليه الكهان والمشرعون الوضعيون في العصر الحديث لا يستطيع إنسان يعارض تعدد الزوجات أن ينكر أن من الضرورات القصوى التي تعترض السعادة الزوجية فحولة الرجل وقوتها لحيث تعجز الأمرأة الواحدة عن احتوائها والسعاد قوتها وتطلعاتها العاطفية والجنسية وازدياد عدد الأرامل في الحروب والأزمات ومرض الزوجة مرضا يفقدها القدرة على منح الحب والسرور للزوج ففي تلك الحالات وأنثالها كالعقم يتحتل في أبسط أعراف الأخلاق أن تتعدد الزوجات أو تتبدل لحماية الإنسان الذي كرمه الله من فوضوية الحيوان وصيامة الأسرة من التمزق والنحنال والعقل من الخموض والاكتئاب أو التحجر داخل أقبية المخدرات والمسكرات هربا من الواقع الأليم ثالثا تشريع التبديل للنساء ولم يهدر الإسلام الحكيم حق المرأة في تصحيح مسارها الزوجي إذا اعترضه خطأ يفقدها القدرة على أن تكون مصدر سرير وسكن للزوج المعيد ولكن هذا التصحيح لا يكون بتعدد الأزواج لزوجة واحدة بل هو تبديل الزوج لزوج آخر وآخر حتى تصل إلى ما تريد من التلاؤم والتوافق المنشود أداحى الإسلام للمرأة أن تنفصل عن زوجها في حال الكراهية والعقم أو المبارة المؤيحة للفرق أو المرض المنثر فتتزوج غيره بعد انقضاء عدتها فلن نبقى فارق بين إباحة التعدد للرجل وإباحة التبديل للمرأة إما أن من الرجل أن يجمع بين الزوجات في عصمته وليس من المرأة أن تجمع بين الأزواج وهذا الفارق لازم لأمره الأول أن اجتماع رجلين على امرأة واحدة لا يحبب نسبا ولدي إلى أحدهما فليس هناك ضابط اجتماعي يمكن أن يميز ابن زوج من ابن زوج آخر لامرأة واحدة ومن هنا يكون اضطراب النسب وفقدان الأسرة لأهم مقاوماتها وهو سلامة النسب لتحقيق المودة والرحمة ثانيا اتقاء أخطار الفحولة بين الرجال حينما تدفعهم الغيرة وحب التفوق إلى الصراع الرهيب على أنثى واحدة لا يمكن بأي حال أن تكون محاودة بين أزواجها بين أن تستغل غوايتها في التحريش بين الذكور استجابة لعنف أنثتها المتوثبة وتلك سمة الله في الإنسان والطير والوحش والحيوان والحشرات لا تتغير ولا تتبدل إذ أنه حينما يتصارع الذكور على أنثى واحدة فلابد أن تنحاز بدلها وذوايتها حتى يخلص إليها بطلها الذي تراه قادرا على إسكاك زئير الأنوثة في أعماقها وليكون ذلك إلا بعد صراع مرير بين الذكور فإذا كان ذلك الصراع فطرة مقررة بين الأحياء فقد نظمت شرائع الله علاقة الذكر بالأنثى تنظيما يتفق مع تكريم الله للإنسان من بين الكائنات ومع رسالة الإنسان في التنظيم الأخلاقي والحضاري عبر أدوار الحياة ونشك في أن إباحة جمع المرأة لعدد من الأزواج لا يقوم معها سكن ولا أمن ولا راحة ولا أي عمل حضاري مشروع بل إنها عبقرية في عالم الحلالي والجريبة ولا يكون هذا الخطر حينما تتعدد الزوجات في أسمة رجل واحد على أساس من العدل الذي يقدر عليه الرجل دون المرأة في هذا الصدد فالعدالة تشريع يدفع الإناث إلى تجديد عواطف الرجل بالتنفيس الكامل عن كوامل الأنثة وتدللها فإباحة التعدد تشريع ماض للرجل والمرأة ولكن إباحة الجنة تشريع خاص بالرجل وحده فلا حيف في شريعة الإسلام على حق من حقوق الذكر والأنثى ولا حجر إلا حينما يتحقق إسفاف الإنسان وترديه في أوحان الحيوانية المغرية أو حينما يتأكد أجزه عن النماء الفكري لبناء حضارة الإسلام الرسول والعدد المشروع تنهيد الحقيقة التي لا جدان فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أبيح له أن يتجاوز العدد المشروع للرجل أن يجمعه من النساء في أسمته إذ أن المسلم يضاح له أن يجمع أربع نساء أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد جمع في أسمته تسع نساء فلماذا كان ذلك هذا سؤال كان ومازال يتربد على إنسلة المسلمين المخلصين ثم لا يجدون له جوابا إلا بعض الافترابات التي يقوم بعضها سببا ولا يقوم بعضها الآخر أو لا يجدون في بعض الأحوال جوابا إلا التسليم الغيبي لحكمة الله تعالى في هذا التشريع دون تفهم واعي لتلك الحكمة أما الذي كتبه المفكرون عير المسلمين من أعداء الإسلام ورددوه من الأوهان والأحقاد فشيء لا يستحق النظر فما هو إلا نتاج هزيل لعقول أنهكه التحلم الأخلاقي والعجز عن استيعاب المسائل العلمية الكبرى ذات المتطلبات الهائلة من بعد النظر وعبق الفكر والفكر الإسلامي المقطوب في هذه القضية يتسم بالاستحياء من مواجهة الحقيقة البشرية والروحية الخارقة لشخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كما يتسم بالغفلة عن بعض النصوص القرآنية التي وضعت الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع الزواج على مرتبة ليست لأفراد أمته كما أعطته ما لم يعطى فرد من أفراد أمته فإذا كان التشريح قد أعطاه فوق ما أعطى أفراد الأمة فقد أخذ منه ما لم يأخذ من أي فرد من أفراد الأمة انتهت المادة الإضافية وانتهت تسجيل على هذا الشريط